اشتركوا في القناة مالك في 26 مباراة وحسم التعادل 48 مواجهة بين الفرقتين بالتأكيد مباريات الأهلي والزمالك هي متعة كرة القدم المصرية مباراة من أهم المباريات في العالم كلاسيكو ديربي من تراث خاص بصراحة أجواء القمة بتكون أجواء مختلفة سواء على اللاعبين في أرض الملعب أو على الجماهير خارج أرض الملعب أنا عشت الأجواء دي وأكيد ديوفي كرام عاشوا لالي قمة حنتكلم في كل ده خلال حلقتنا النهاردة وتقطية مميزة جدا لمباراة الأهلي والزمالك في البداية أحب أرحب بضيوف الستوديو التحليلي وليلت القمة كابتننا الكبير كابتن شريف عبد المنعم أهلا وسهلا بك أهلا بك كابتن أعيمن وضيوفك ومنور الدنيا كلها كابتن أسامة عرابي أهلا وسهلا بك المبدع كابتن أسامة يعني كان جناح متقلق أيام الأهلي والزمالك بالذات ويا ما عملنا جوال كابتن أسامة أهلا سهلا بيك أهلا وسهلا بيك عيمن وكابتن شريف وضيوف فقلا ما أتقدمهم بقى كابتن عادل عبد الرحمن هدفنا الفارع أهلا بيك أهلا بيك كابتن أهلا وسهلا بيك سامة حسني هدف من طراز خاص وليه سولات وجولات مع مبارات الاهلي والزمالك. اهلا وسهلا بكم. زيك كابتن ايمن ومنور للستوديو التحليل لقناة النادي الاهلي. وتمنى ان شاء الله يعني بكرة كل التوفيق للاعبينا وتبقى ليلى سعيدة ان شاء الله بكرة على جماهيرنا كمان ان شاء الله. يا رب ان شاء الله ان شاء الله. في البداية حابين نتكلم عن مبارات الاهلي والزمالك طبعا كابتن شريف. اه كان الواحد يمكن بفارغ الصبر بيستنى المبارة دي. اه من ضمن اللي انا كنت بتفرج عليه. يعني انا حضرتك اه كلاعب في الملعب وانا كنت متفرج. وحضرت معاك كنت لاعب وانت كنت لاعب زي مين. موجود ولحبنا مع بعض اه مبارات كتير جدا. صحيح. اه طبعا مبارات الاهلي والزمالك دي حاجة بتعمل اسماء وبتعمل دوتات. يعني انا صاحبني في مبارات الاهلي والزمالك كابتن محمد صلاح. طبعا. فبقت كل الدنيا بكرة مازا ماتش اهو الزمالك. فيقول لك شريف صلاح بكرة هيعمله. صحيح. مبارات صنائية. صاف عبد وسامي منصور. هيعملوا ايه? مزبور. فبتبقى فيه دوتات في المباراة. وموت على الجمهير بتشوف سرعاته. بتشوف اه اه لمحاها تصفت وحزن شحاتها. اه فاروق عفر اه وتحركاته وشطة وهو بيعمل مع امان تومان. يعني بتبقى فيه حاجات الجمهير كلها في الزاكرة ما بتتنسيش الحقيقة. فمبارات دي الاهل يونزة مالك. بتبقى كمان مولد اه بعض اللاعبين الجدد. اللي هي بتبقى لهم الفرصة في في الاشتراك في الحاجات دي. زي اسامة مسلا. اسامة بيجيب جولينف في مباراة مهمة جدا. والاهل متأخر بيعمل منتدى عظيمة. ولينف دي. فافضل اسامة ده في الزاكرة. صحيح. لطول العمر. ده الورث او الشكل الجميل اللي الواحد بياخده من هذه المباراة. بس انا عملتها قبل. اسامة عرابي بقى سبب الشهر. قبله دي اسامة عرابي. كابتن اسامة عرابي. انت من ضمن اللعيبة اللي اتجهزه كتير جدا يمكن اياما كابتن جهري يالله يرحمه. ويمكن كان فيه سنة كاملة بتقضوع تدريبات ورا الماروة. مصبوح. تفتكر اول برا لي مع نادي الزا مالك? اياما كابتن جهري? اه طبعا. احنا انا طلعت اتنين وتمانين. السنة الاولى زي ما انت قلت كانت طبعا النادي الاهلي كان مليان بنجوم يعني يملو العين زي ما بيقولو. ومنهم طبعا دبناهم الكابتن شريف. كابتن خطيب. كابتن بص العبد ومخطاق. انا مش عايز انسى حد. كابتن طهر ابو زيد. اه اه ربيع مجد عبدالغني. ثابت وإكرامي. اه اه. يعني نجوم مهر امام. ناس عملقة يعني الجيل السبعينات واللي اشتغل كمان في التمانينات. فانتلعت على يوم اتنين وتمانين. اول سنة ما كنتش زي ما انت بتقول يعني كنت تدريبات بس. وحتى احيانا في التأسيمات كنا بنبقى ورق جون. يعني بيبقى احداشر ضد احداشر في الملعب. واحنا خمسة ستة بقى. ابتدت بقى تلاتة وتمانين اربعة وتمانين ابتدت تلعب. وكانت اول مباراة اهلي وزمالك. اه. رغم الاسف احنا خسرنا فيها واحد سفر في جون لعيمن يونس. ولكن المباراة دي من امتع المباريات اللي احنا عملناها كنادي اهلي. وزي ما في مبارايات النادي الاهلي بيبقى متفوق والزمالك بيفوز احيانا. وفي مباراة الزمالك كان افضل واحنا كسبنا فيها. المباراة دي دي كانت كده. كانت اول اللقاء ليه سنة تلاتة وتمانين اربعة وتمانين. كانت في الدورة العام مع كابتن محمود الجهاري. بس احنا لأسف خسرنا فيها واحد سفر. وطبعا تتالت بقى المباراة انا لعبت حوالي ما يقرب من تلاتين مباراة اهلي الزمالك على المدار من تلاتة وتمانين لغاية تسعة وتسعين ما بطلت. يعني من ستة وعشرين سبعة عشرين لتلاتين مباراة ممكن يكون. فطبعا فيهم الحلوة قوي دي ما يجي نتكلم عليه. فيهم الوعش. فيهم اللي كسبناه. فيهم اللي اخدنا بيه بطولات زي اتنين وتسعين وخمسة وتسعين. طبعا كسب مصر الدورة العام خمسة وتسعين فريق الاحلام. وكسبنا في اخر مباراة. اه وغيره يعني. فموجهات كتيرة جدا لعبتها ضد الزمالك. وعصرت اجيال بقى كتير. يعني قابلت الكابت محمد صلاح. فترة الكابت الشريف لما كان متعور. لعبت في موجهة محمد صلاح. لعبت في موجهة حسين عبداللطيف. لعبت في موجهة تامرة عبدالحميد. اللي هما الزهراء اليمين يعني. انا في الغالب كنت نحية الشمال. طبعا غير لعبة الوسط يعني. فكزا جيل الحمد للواحد مر بيه من من تلاتة اتنين وتمين تلاتة وتمانين. لغاية تسعة وتسعين اللي هو وقت اعتزال يعني. اه كابتن عبدال عبدالرحمن من بوراة الاهلي والزمالك دايما بتبقى بطولة خاصة. كيف. حتى فرق الناشئين. وانتو كان عندكم فريق ناشئين مميز يمكن الناس كاب بتروح الجمهور كاب بيروح وراكو كل حتة يتفرج عليكم. تفتكر الاجواء دي اللي انت عصرتها وانت في الناشئين. هي هي نفس الاجواء لما بتعت فريق اول? افكركو يا كابتن بيه كان الاتحاد المصري كان عامل تجربة جيدة قوي كان الفريق الاول بيلعب الساعة ثلاثة في الاستاد. يلعب الاهلي والزمالك يلعبوا في نفس التوقيت واحدة يعني قبل المباراة للجمهور. لامتاع الجمهور. في مباراة اول مباراة ابنها في الاستاد مع اهلي والزمالك اللي تلعت اتنين اتنين. عندنا وتلعت اتنين اتنين بين الاهل والزمالك اللي هو كان في اه اه اتعادل اللي كان ذاكراء ناصف. لأ ذاكراء ناصف الاول. بعدين الكابتن الخطيب بنالتي. وهما نزلوا الزمالك. محمد حلمي جاب جون كابتن حسن حاجة كده جاب جون. فدي كانت البداية يعني كانت احنا عيشنا اجواء اهل والزمالك مع جمهور كبير واحنا حتى في الناشئين. ولكن لما تلاقنا بحثنا بحاجة تانية. يمكن انا اول ما تلاقنا احنا تلاقنا سنين صغير. كان عندي يجي 16 سنة ونوص وكان في اهل وزمالك هيتلعب. وانا يمكن كنت اعرف الخضة الاولانية بتاعت. وانا اقول لك انا فاكر اليوم ده قوي. لاني بدايته كانت فيه ذاكرة لي مع يعني مع الفرقة مع كابتن صالح. وانت كنت موجودين كباتن ساعتها. لما بتهيألي انا كنت شايف ان كابتن صالح جاي يعد معنا ليلة المباراة وكنت فاكر انه الكلام هيبقى على الاهل والزمالك والمباراة بكرة والحاجات دي. انا كنت متخيل كده لسه اول مرة عيش. فكتن صالح في ساعتا انت وفاكرين ممكن قال ايه. قالها انا مش جاي عشان مباراة. انا جاي يعد معاك وقعدة عادية. ولو كان الوقت كنت اجيلكو تاني. فما تكلمش على مباراة الاهل والزمالك. قال كلمة واحدة بس. قال مباراة الاهل والزمالك ليه كنتو كلاعيبة. هتعملوها كويس. هالناس هت اتقابلكو في الشارع كويس. هتعملوها مش كويس. الناس هتقابلكو مش كويس. فدي بدايتي مع مباراة الاهل والزمالك. وبعدين خدنا بقى مباراة كتير منها. التلات مباراة اللي كانت في اسبوعين. اللي هو بطوء الدوري. اللي احنا كسبنا فيها الدوري ساعتها. ايه. الماقشات الكابتين ثابت الله يرحمه يعني كان تقلق فيها التلات مباراة وارا بعد. والمباراة اللي هي في الاخيرة بتاعت كاس مصر اللي كابتين قسامة عمل لك الكروز. اللي فين. اللي رايحة فيه. اللي رايحة بايد اول. ده كان مطار الحب. مش مطارها يعني. كنت انسامة قال لك كلمة هلوة قال لك عملت احسن كروزين. ليك? تكنت قصودة يعني. طبعا. قصودة الايمن. شايفو? لا لا. او كان قصودة يغير بها الملعب النحى التانية. بس هو تلع اول اعمالها. لكن الاجمد لكن الكروز الاجمد اللي انت عملتوا الرمضان. طبع. اه. طبع ايه. ده كان بره التمنتاشر هو في كروز كده. اه. العملها بدماغه. قال لك اي كان احلى هاجة لما تلعنا خلصنا المطش قال له. يا رمضان شفت الكروز اللي انا عملته لك. اما محمد سعد قال له ايه. قال له شفت القود اللي انا حدفته لك. ده عامل دي جون انا جبته في المصري مرة من نص الملعب فخر ثانية. اه. بغرجت الخواجة جوه بيقول لي ايه انت جيب جون كويس. انا امسك ادنين بونت. والله يا خواجة انا شفت الجون تلع خمسة سنتي برا انا اعمل واحد لك. قال لي فيه خاص من مئة جنيه. كنت نسمى مبارات القليو الزمالك بيكون لها احتفالية خاصة لشعب المصر. يعني تحس انها مش مباراة. مباراة مش عادية. طبعا. هي بطولة من هو خاص ولها اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا كريم احمد من اهل الجزيرة ونشوف الاجواء هناك اخبارها ايه وفاروق صلاح من اهل مدينة مصر. فاضل يا كريم. برحب بك يا كابتن ايمن كل التحية لك ولكل ديوفك الكرام طبعا يعني زي ما بنكده نقوم متواجدين في مقر النادي الاهلي بالجزيرة وفي البداية طبعا ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي في مباراة الغد القمة مئة وعشرين بازن الله كالعادة تكون من نصيب النادي الاهلي استعدادات تفنية بشكل كبير جدا للجهاز الفني مستر ريني فايلر ولو برجع معك النهاردة كابتن ايمن للتدريب الاخير اللي اختتم به النادي الاهلي استعدادات والنهاردة هنا في مقار النادي الاهلي بالجزيرة التدريب طبعا يعني كان اغلبه تاكتك وجمل الفنية وتركيز بشكل كبير لكن وتتم مهمين جدا حابب اتكلم معهم فيه كابتن ايمن طبعا مع كل كابتن في الستوديو نهاردة يمكن كانت اشارة مهمة جدا يعني محاضرة فنية طبعا كالعادة لمستر ريني فايلر لكن مجرد انتهاء المحاضرة شفنا اللعيبة كلها متجمعة بعيدا على الجهاز الفني الكلام كله عن اهمية المباراة كل كان بيحفز اللعيبة الكبار كان بتتكلم عن اهمية هذه المباراة كلنا نجتهد الكل يبضل كل ما عنده من جهد والتوفيب تعرفينه سبحانه وتعالى ودي اشارة ورسالة مهمة جدا لكل اللعيبة احنا عمعانا لعيبة صغيرة معانا عربي بدر متواجد معانا ايضا كمان محمد فخر ومحمد شخر الرسالة مهمة جدا لما بيشوف لعيبة الكبار وبيشوفوا لعيبة النادي الاهل بتجتمع في مباريات خوية زي كده بتدي رسالة ان شاء الله بإذن الله تنعكس بشكل كبير على لعيبة النادي الاهل الرسالة التانية كمان هو تواجد الكابتن محمود الخطيب امس فيه التدريب دي بتنعكس بشكل كبير جدا على الجميع لعيبة الجهاز الفني على المنظومة كلها بشكل العام لان التحفيز موجود والمسندة موجودة والدعم موجود بينقصنا ان شاء الله ان احنا نبذل كل ما عندنا من جهد ان شاء الله في مباراة الغد وزي ما بنأكد كل مرة كبتنان عندنا سكا كبيرة جدا في كل اللعيبة في الجهاز الفني كلها امور فنية ان شاء الله بازن الله بكرة كمان يكون طيب معانا ان شاء الله سواء التقم التحكيمي الجو العام دخولنا للمباراة يكون سريعة زي ما انتو بتتكلموا اكيد في تحليلكو فيه للستوديو التحليلي ان شاء الله بإذن الله كل الأمور دي تصب فيه مصلحتنا غدا مبارا ما لهاش حسابات بعيدا عن النقاط وبعيدا عن الأسماء وبعيدا عن ترتيب جدول الدوري لكن ليه حسابات مع الجمهور ليه حسابات مع العيبة ان شاء الله بإذن الله المناخ يكون مهيئ لنا بشكل كبير جدا عايز أتكلم كمان على نقطة مهمة وإحنا بمقار النادي الأهل بالجزيرة متعودين في مباراة الأهل والزمالك بالتحديد بيكون في تجمع كبير جدا من أعضاء الجمعية العمومية عندنا شاشات عملاقة هنا في مقار النادي الأهل بالجزيرة غدا بأكد لك مع الاحترازات بقى يعني مع كل الإجراءات اللوقائية والاحترازية يكون مشددة بشكل كبير جدا بكرة كان ليه حديث طبعا مع الإدارة التنفيذية على الأمور بكرة هكون ماشي أزاي لا كل شاشات هتكون شغالة غدا في النادي الأهل وفي الثلاث فروع طبعا بشكل عام لكن بأكد لك العدد الأكبر بيكون هنا انت عارف طبعا كابتن أيمن مقار النادي الأهل بالجزيرة الأعضاء بتتفائل بشكل كبير أن هي تشاهد مبارات الأهل والزمالك تحديدا هنا في النادي الأهل إن شاء الله بإذن الله يكون العدد موجود لكن بنأكد كل مرة على الإجراءات الاحترازية التباعد إن شاء الله بإذن الله يكون يوم سعيد بكرة لنا يوم سعيد على لعبة النادي الأهل إن شاء الله بإذن الله نفرح كلنا ونفرح مع نجمنا ومع أيضا كمان لعبة النادي الأهل لأن مباراة مهمة هتفرق مع النادي الأهل بشكل كبير جدا سواء في البطولة الافريقية وايضا كمان في بطولة لقب الدوري العامل ان شاء الله النادي الاهلي يحافظ عليه بشكل كبير جدا الغيابات بقى والإصابات والحاجات دي طبعا اكيد معاكم ومع كل كابتنا الكبار في الاستوديو لكن ان شاء الله بإذن الله يكون موفقين بكرة غدا وهي زي ما بنقوله بنأكد الاهلي بمنحضر الاهلي بوفش على حده كابتن ايمن وان شاء الله بإذن الله عبتنا تكون في المعادة ان شاء الله كابتن ايمن وزي ما شفنا الأجواء في أهل الجزيرة حنروح لزميلنا فاروق صلاح بن أهل مدينة نصر ونتعرف على آخر الأخبار والأجواء هناك تفضل فاروق كل التحية لك يا كابتن ايمن وكل التحية لديو في حضرتك الكرام كابتن شريف عبد المنعم كابتن أسامة عرابي كابتن عادل عبد الرحمن والكابتن أسامة حسني خلينا أقولك في البداية يا كابتن ايمن لصوت يعلو فوق صوت القمة 120 ما بين الأهلي والزمالك في الأسبوع رقم 21 للدوري المصري الجميع هنا الحديث الجانبية ما بين الأعضاء الجميع بيتحدث عن اللقاء وأهمية اللقاء وطبعا جماهير النادي الأهلي مقابلانا وكل الأعضاء هنا بيسألونا بحكم قربنا من الأحداث عن جاهزية لعبة النادي الأهلي حالة التفاول اللي عند الجميع النهاردة دي يقدر نقول فيه ثقة ما بين الجماهير في لعبة النادي الأهلي أعضاء النادي الأهلي بيسألونا على حالة اللعبين بيتطمنوا من خلالنا أيضا يعني قربنا من الأحداث عن لعبة النادي الأهلي والحالة الفنية والبدنية والجازلة عليها لعبة النادي الأهلي الجميع هنا أجمع على مقولة بنتوارث جيل بعد جيل إن الأهلي دايما بمن حضر زي ما قال زميلي كريم إن الأهلي بمن حضر دي الثقة اللي عند الجماهير ودي المورثات اللي احنا بنتوارث جيل بعد جيل هنا إدارة النادي الأهلي والإدارة التنفيذية كان لنا لقاء مع العميد أحمد إيهاب النحاس مدير فرع النادي الأهلي بمدينة ناصر ووضح لنا استعداداتهم لاستقبال اللقاء واستقبال أعضاء النادي الأهلي تم تخصيص ثلاث أماكن لمشاهدة اللقاء الشاشة العملاقة الشاشة الرئيسية يكون في الحديقة الرئيسية وأيضا الشاشة العملاقة الموجودة في منطقة الفوت كورت وأيضا في شاشة موجودة في منطقة الترفيهية مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي طبقا لبروتوكول وزارة الشباب ورياضة ووزارة الصحة ودولة التنفيذية ومسؤول الخدمات بنادي الأهلي بدأوا من الآن التحضير لتوزيع المقاعد وجلوس أعضاء النادي الأهلي لمتابعة هذا اللقاء الجمهير بتتحدث بينها وبين نفسها عن التشكيل يعني كلينا أحاديث مع بعض الجمهيرة كابتن أيمن الجميع بيتحدث عن التشكيل لا أني تلاقي ما فيش مكان داخل النادي الأهلي سواء يعني أنت داخل من عند الباب الرئيسي شكرا جزيلا كريم شكرا فاروق على الأجواء الجميلة اللي أنتو عايشتونا فيها كابتن أسامة نرجع تاني لسؤالنا نتكلم عن احتفالية خاصة للشعب المصري ناس كلها بتبقى مترقبة عايزة تستمتع المباراة كل واحد بيبقى طبعا فيش بيت بيأخله من أهلاوي أو زملكاوي طبعا فكله بيبقى مترقب وعايز يشوف إيه اللي حيحصل في الماتش لما بنتكلم عن مباراة الأهل والزمالك دايما بنحط لها عنوان كده هي دي عنوان الكرة المصرية أو عيد للكرة المصرية كل زي ما حاك بتقولها كابتن أيمان كل الجماهير بتستناها مش جماهير أهل والزمالك بس ده جماهير مصر بكل طواقفها جماهير الوطن العربي جماهير الخليج كله بيستنى مباراة الأهل والزمالك وده على مدار التاريخ دايما مباراة الأهل والزمالك بيكون فيها مولد نجد دايماً بنشوف لعيبة تتقلق بتظهر من خلال مباراة الأهل والزمالك شفنا مباراة زي مباراة الستة واحد مباراة فضلت يعني أعلقة في أذهان الناس لسنوات طويلة ولسه ما زالت الناس بترددها مباراة زي مباراة أربعة ثلاثة نهاية الكاس يعني كانت مباراة مسيرة في أحداثها في التمانينات أو السبعينات كابتشريف مباراة الأهل والزمالك أربعة اتنين فدايماً في مباراة الأهل والزمالك دايماً يعني بتحظى بمتابعة كبيرة بنشوف في الأسرة فيه الأهلاوي فيه الزمالكاوي للأب وابنه للأخ وأخوه فدايماً فيه الروح الحلوة النهاردة لو عايزين نحط عنوان تاني أو أتمنى يكون فيه عنوان تاني دي المباراة الشهيرة كانت مباراة نهاية الكاس اللي فاز فيها الناد الأهلي أربعة اتنين وكان يعني السيناريو بتاعها حلو ففيه دايماً مباراة الأهل والزمالك دايماً الأحداث اللي بتحصل في المباراة الأهداف اللي دايماً بالناس بتذكرها دي حلوة مباراة الأهل والزمالك لكن قبل ما نلعب مباراة الأهل والزمالك بكرة أتمنى يعني يتحط برضو عنوان الفترة اللي فازت كان فيها مشحنات كتير ما بين الأهل والزمالك أتمنى يتحط عنوان اسمه عنوان كمة الأخلاق نفسي نشوف بكرة مباراة حلوة مباراة ما بين اللعيبة نقدر نستمتع بيها لعبت النادي الأهلي تكون في أحسن حالتها آه عندنا إصابات لكن عندنا الحمد لله لعيبة عندنا عناصر خبرة كبيرة في الفريق عندنا الشناوي عندنا معلول عندنا السلية يعني مش عايز أنسى حد لكن الحمد لله دايما النادي الأهلي عنده عناصر خبرة كبيرة ولسه هنتكلم في الصفادة عن مباراة بكرة هي دي النقطة اللي أنا نفسي أشوفها بكرة مباراة حلوة تسعين ديئة نقدر نستمتع بالنادي الأهلي خاصة بكرة نادي الأهلي ما فيش ضغوط نادي الأهلي يعني متصدر جدوى المسابقة بفارق كبير لنادي الأهلي 56 نقطة الزمالك 39 نقطة آه تظهر المباراة الأهلي والزمالك مطولة خاصة استعداد خاص دايما اللي بيحسمها التفاصيل الصغيرة داخل اللقاء صحيح حالة اللعيب يوم المباراة ممكن تكون ماشي قبل المباراة بشكل كويس اللي ما تشات قبلها لكن يوم المباراة ما توقعش موفق أو العكس فدايما الساعتين اللي داخل المباراة بتحسمها تفاصيل الصغيرة حالة كمان المدير الفني النهاردة موفق في تغييرها موفق في تشكيل فدايما بتكون التفاصيل الصغيرة مباراة الأهلي والزمالك هي اللي بتحسم المباراة الكبير لكن قبل المباراة أتمنى تكون مباراة كمة في الأخلاق قبل ما تكون كمة في الكورة ونستمتع بها إن شاء الله بإذن الله كابس شريف بتعايز أكلمك عن الاختلاف في مباراة الأهلي والزمالك زمان عن دلوقتي بخلاف موضوع الجماهير وغياب الجماهير باختلاف غياب الجماهير وموضوع الجماهير هي مباراة جماهيرية برضو يعني هتحس الدنيا كلها بكرة مستنية المباراة دي فارغ الصبر مستنية في كل واحد على انتماءه وكل واحد في فكره وكل واحد في شخصيته اللي بيحب يشوف رؤيته فيها بيتمنىها بكرة زي ما أسامة قال يعني قالك أنا الفرديات بكرة الخبرة بتاعت الملعب بشكلها إيه عدم الضغوط على الفريق إنه ما إحنا أيام نحنا أيام ما إحنا كنا بنلعب أنا بالنسبة لي كانت أسهل مباراة ليه بقى أسهل مباراة فيش لعيب يجرؤ عادل قد تبالك في مباراة الأهلي زمالك يلعب من تمنع على لعيب ولا يمسكه وقت تستلم براحتك خالص تقدر أسامة عارفك أقدر أشوف أسامة وادهاله أعمل فارق سرعات بينه بين محمد صلاح محمد صلاح على طول فكان التعليمات بالنسبة لنا ما يتقدمش علينا لما بنا بمسكه وبيتقدمش علينا وإحنا بنطع الكرة فرقتي كلها حاسة بسرعة نصف عبدو وسرعتي بنعمل بسرعة وطبعا معنا الكبرى بيستناها في أي وقت ده الشكل اللي إحنا كنا بنلعب عليه وده الثقة اللي الجمهير بتبقى رايحة عز فرج علينا فيه لما يبقى فيه اخفاقات أو بيبقى فيه عزم التوفيق الأول وتوفيق فرقة تانية على فرقة ده اللي بيهرجعك بحماس أكتر أو بيحبطك شوية لمدة الخمس دايق فتلاقي فيه أداء بيرتفع شوية بفرقة نازل زماج لما بتجيب جول وأداء الريفنجي بيبقى أقوى فيطلع على الأهلي كذبان أربعة اتنين إحنا الريفنجي اللي تكلمنا عليها بتاعة أربعة اتنين دي إحنا كنا مغلوبين اتنين واحد لغاية خلاص المطشي هيخلص جبنا تلتة جوال في عشر دقائق المطشي خلص وحتى كابتال لطيف أرحمه قال لك خلاص هم خدوا الكاس وإحنا خدنا الدم يعني بقى بيسميها هم وإحنا يعني ما كانش فيه حتى حد يقدر يخبي الحب بتاعه وكانت الناس بتحب بعضه كلها كانش فيه أي حاجة من اللي كان معنا إحنا عائلة رايحين نصنا زمالك ونصنا أهلي موجودين في الملعب ويتحكوا بعد كده لما دايج يقولك آه بس ده عمل ده كانش فيه تجاوز الحقيقة بس كان الله در أقولولك شخصيا أنا عندي علاقة باللعب نزمالك لحد الوقتي وبعد ما كان بيخلص موتش لأهل وزمالك إحنا ما كانش غير إن إحنا بنتقابل بعض أو بنتقابل بنتعالج تاني يوم عند كاب سادة مصطفى الله رحمه لو تفتكر في ندي المقولين العرب كان هو اللي بيعمل لنا بتاعنا وفاروق عفري هزر محصل حيقوله شريفة هو ومشي عارف إيه فكانت أجواء جميلة جدا بالنسبة لنا أحنا أساسها الكلام اللي قاله عاد عبد الرحمن كابتن صالح قال الجميل هتقابلك إزاي بعد المتش صحيح طب إيه اللي اختلف بقى بين الجمهور واللي عايز السوشيال ميديا بقى شحنت سبب رئيس السوشيال ميديا والدفاع عن عن قدراتك أنت في وسط الملعب وكل واحد بقى دلوقتي اللي عمليه غيرنا إحنا أيامنا هايما إحنا وإنت كنا بنحب نلعب عايزين نتحط في الفرق أو خلاص عايزين نبقى قدام الناس بنلعب دلوقتي الحكاية فيها احتراف وفيها لغة دولية عايزة أطلع برا الناس يشوفني مباراة زي دي مهمة جدا عالم كله تعرف علي أياما مباراة زي دي طلعت ناس احترفت في تركيا وحاجات كده وبتعمل كارير لنفسك وبتعمل سيفي وبتعمل كل حاجة فزمان غير دلوقتي الحقيقة الملعب زمان غير دلوقتي اللبس غير دلوقتي الشوز اللي بنلعب به فيه فرايتي دلوقتي عندك ثلاثة أو أربعة عشر تغير فيهم الإمكانيات اللي هي موجودة دلوقتي تتيح لك أن أنت تقدم أحسن ما فيه مع إيه؟ مع إن اللي حصل دلوقتي المواهب قلت شوية عن أيام زمان كيف نعادل مبارات أهلي والزمالك بتعتبر الدربي من نوع خاص ويمكن تعادل بعض الدربيات العالمية وكل الناس يمكن في جميع الحق العالم يعني أنا عن نفسي كنت في أمريكا وكان فيه ناس كتير جدا وخصوصا العرب هناك والمصريين بسافة خاصة بينتظروا مبارات زي دي مبارات بكرة ولو قلناها يعني تقريبا محسوم للنادي الأهلي بنسبة 60-70% حتى الآن هل المبارات بكرة برضو تاخد الاهتمام الجماهيري ده أكيد طبعا يعني إحنا لو تكلمنا على أهلي وزمالك من مقاديم الأزل يعني تلاقي أن اللي كانت حلاوة المبارات النهية كانت بتيجي في نهاية الموسم عشان كانت بيبقى فيها تشويق أكتر وخلي بالك هم كانوا قصدين دي يعني إنت الأيام دي ممكن أو السنين اللي فاتت كان بيجي في بداية الرابع أسبوع خمس أسبوع سترس أسبوع لكن زمان اللي كان مقوي الدرب ما بين الأهلي والزمالك كان بيحسن بطولة أحيانا وأحيانا بيجي نهاية موسم بتقفل بين موسم يعني يعني كاحتفالية لمبارات أهلي وزمالك ولكن الأصل في الموضوع الأصل في الموضوع أني كان فيه تقارب يعني يعني على سبيل المثال مبارات بس حاجة هل دلوقتي ما أنت النهاردة هادي في الأسبوع الرابع صح في الأسبوع الدور الثاني دور الرابع كان زمان زمان عنات بتقول كان بتحطي في آخر الموسم كان خلاص نادي الأهلي مثلا حسم البطولة فكانت المباراة يعني ما بقاش فيها الحماس زي دلوقتي دلوقتي ما زال برضو نادي الأهلي ما شاء الله متصدر بفرق كبير لا أنا 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 بتكلم عليها سمعك ودي مهمة أوي أنت بتتكلم على نهاية الموسم كان نادي الزمان لك فترات كتير أوي عايز مثلا يكسبك أو أنت تتعدل عشان تأخذ البطولة أو يعني كان فيه الندال كتير يعني المباراة زي مباراة بكرة أنا أنا من وجهة نظري هو دربي عادة لكن أنت بتتكلم على فرقات ما بين فرقة متصدرة بحوالي سبعتاشر بأمت هنا تقدر تقول فين السراع يعني المباراة مش تاخد اللي هي التلاتة بنتها هيأثروا مع الفرقة دي ولا هيأثروا مع الفرقة دي فده المهم في الأمر يعني أنا بتكلم كان زمان يجي يقول لك مباراة أهلي والزمان لك ما تعرفش مين اللي هيكسب أين أوكي وما تعرفش مين اللي هيحسن بيها لكن دلوقتي أنت بتتكلم على مهما حصل في مباراة بكرة فهنا الحمس هيبقى أكتر ولكن برضو هي بطولة خاصة يا كابتان عادة يعني مهما كان بطولة خاصة ممكن نشوفنا حنا نتكلم في الموضوع على الفانيات دوت بعد كده ولكن برضو مباراة الأهلي والزمالك لها طابع خاص أكيد يعني حتى لو الأهلي حسم الدوي مبكرا طبعا بنسبة كبيرة جدا ولكن طبقى مباراة الأهلي والزمالك بطولة من نوع خاص أكيد طبعا يا كابتان ولكن مش أحيانا أحيانا في الاحتراف اللي إحنا بتتكلم فيه عند المدرب مثلا بفايلر وعند المدرب الزمالك لو أنت كلمت معاه في الوقت دا يقول لك دونهم تلاتة بونت زي تلاتة بونت ما هو دا اللي إحنا بنتكلم فيها كابتان يعني دا عندنا إحنا لكن أنت بتتكلم على شغل الاحتراف يعني أنت ممكن في مباراة زي الأهلي والزمالك أنت بتعد البطولة الأفراقية أنت والزمالك كمان أنت بتعدوك بروفا مهم دي فدي بروفا لكن اللي أنا عايز أقوله ما كانش الأول بيبقى فيه بروفا لأن كان المباراة محتاجها الفرقة علشان تحسن بيها دوري أو تحسن بيها مركز أو تحسن بيها حاجة لكن أنا بتكلم أن شكلها بالنسبة لنا إحنا للجمهور لأن إحنا تعودنا على كده لكن أنا شايف أنه هو خلاص يعني فيه فرق كبير قوي ما بين اللي بنتي خليها تبقى مباراة قمة احتفل الاحتراف أيها لما عادل في النقطة دي ما فيه شك لما المباراة بتبقى هي قمة في كل الوقت زي ما كلنا اتفقنا في أي وضع هي قمة سواء في آخر الجدوة في آخر المطش في النص في المطش الرابع الأهلي سابق الزمالك سابق بكتير أنت فاكر الناشئين لما لعبنا قدامهم بالناشئين أصبح قمة ولا تنسى أه طبعا أه أنا أقصد أنه هي قمة بس أنا ما اتفق مع عادل أنه ما فيه شك لما بتكون بقى على البطولة أو يعني في السنين اللي احنا لعبناها كتير أه كانت غالبا بتيجي المطش الأخير بيبقى لو أنت كسبت هتاخد البطولة أو زمان تكسب أو تعادلت هتاخد البطولة الفروق الكبيرة اللي حصلة زي الدوري ده ما فيه شك أن مباراة لها أهمية وليها ما كسب معنوية للفرقتين لو حد فيهم كسب ولكن هتبقى أقل أهمية لو كانت هتحسم دوري أو هتقل ولكن مباراة أهلي والزمالك برضو إحنا كلنا متفقين لها طابع خاص وقمة الأهلي والزمالك حدوطة مصرية أجواء رائعة بصراحة كابتن أسامة كان لك تعليق على حاجة يعني مباراة أهلي والزمالك هتفضل بطولة خاصة إذا ما احنا متفقين حتى لو فرق النقاط كبير بين الأهلي والزمالك والنادي الأهلي حسم البطول لكن النهاردة أنت كمدير فني زي فيلر لك أهدف أخرى أيضا من المباراة أول حاجة هدف معنوي نهاردة لما تكسب الزمالك أنت بتتطمن على فرقتك بتثبت أقدام فرقتك يبقى فيه تصاعد في المستوى الفني بداية من المباراة أمبي كسبان فيها اثنين مباراة الإنتاج الأداء ما كانش جيد أصوان الأداء ارتفع فأنت النهاردة عرض جيد أمام نادي الزمالك بمكسب يديك معنويات كبيرة ثاني حاجة أنت عندك عدد من المباراة قبل ما تصل للمباراة الوداد في بطولة أفريقيا وهي البطولة الأهم للنادي الأهل وكل البطولات مهم عندك عدد مباراة محتاج في عدد المباراة التي ستلعبها في خلال فترة التوقف خمس شهور إزاي اللعبة تستعد تستعد بدنيا بشكل جيد إزاي عندها رتم المباراة نهاردة مباراة زي الزمالك مباراة أكيد فيها ضغط عصب النهاردة هي المباراة أو البروفة القوية لمباراة الوداد كل مباراة الدور اللي أنت بتقابلها بالرغم أن فيه مدة كبيرة لسه شهرين لسه بس النهاردة أنا بتكلم على الضغط النهاردة أنت ممكن تلعب مباراة زي أسوان يبقى عندك فيها أرياحية شوية في المباراة عارف أنك ممكن تكسى في أي وقت ممكن يبقى عندك مغامرة يعني لو أنت متأخر عندك أرياحية فيها لكن مباراة بحاج يبقى فيها ضغط عصبي فيها التزام من اللعيبة شبه بروفة يعني قريبة من مباراة الوداد ممكن نقول مباراة الزمالك فدي أهداف كلها النهاردة بتكون فيه زهن المدير الفني إزاي يقدر يشتغل عليها إزاي النهاردة يتطمن على أكبر عدد من اللعيبة إزاي هتنفس بالشكل ده أكيد النهاردة فيلر مش هينزل مباراة الزمالك من أول ده بيضغط وبيهاجم لا مش طول المباراة كده أكيد فيه وقت من الأوقات عنده تحفظ دفاعي فيه رغب ترجع بتلعب تلتين ملعب يقدر يعمل الزم بتاعه في مناطق يضغط يلعب على المرتدة الشكل ده كله ممكن نشوف مباراة الأهل وزمالك بكرة ده ممكن يتعمل في مباراة الوداد الحاجة برضو المهمة جدا في مباراة زي مباراة الأهل وزمالك بكرة ربنا كرمنا إن شاء الله بالتلت نقاط النهاردة خلاص يبقى أنت خطوة مهمة في حس مطورة الدول تقدر تدي فرصة بعد كده للاعبين صغار بقطاع الناشئين النهاردة شوفنا محمد شكري عربي بدري الموجود في القايمة بكرة محمد فخري مصطفى الشوبير تقدر يتم الدفع بلعيبة صغيرة ده بعد حسم الدور بعد حسم الدور إن شاء الله وإنت بتاخد خطوة مهمة فإنت النهاردة بباراة أهل وزمالك فيها هدف كتير هدف إنك تبعد بفرق النقاط هدف فني إزاي أتمنى على لعبتي إزاي الرتم موجود النهاردة الرتم بعد تواقف خمس شهور أكيد مش هيبقى بنفس السرعة ونفس الرتم اللي إنت توقفت قبل الكورونا لأ بتبدأ تستعيد بعدد المباراة مرة أخرى فيبدأ يرجع لك الريت الإصابات كمان الإصابات طبعا يعني أحدش عدى واحد زي حمد فتحي فرع العالم كلها حمد فتحي المباراة اللي فاتت مباراة أسوان ميش فرع عدت في هذه الإصابات مكسب كبير جدا إنه يرجع إلعب 80 ديئة النهاردة لما يبدأ ياخد واحدة واحدة مع ديانج ومع السولية فدي كلها مكاسب كبير النهاردة بتكسب لعب مرة أخرى فأكيد فيه أهداف في دماغ ريني فايلر بكرة أكيد يعني يقدر يستفيد من المباراة بشكل كبير تعقيدا برضو على كلام كابتن أسامة حاصل أخيرا بس عكبتن أيمن ويظل برضو النهاردة انت بتسجل تاريخ من مباراة الأهل والزمالك إحنا النهاردة بنقول النادي الأهل ما شاء الله فارق لما بنتكلم بنقول القمة بكرة 120 طب 119 مباراة من الأهل والزمالك الأهل فاس في 45 وتعادل في 48 والزمالك فاس في 22 فأنت الأرقام ما زالت يعني النادي الأهل متصدر بفارق الأرقام دي فأنت النهاردة برضو مباراة انت للتاريخ برضو بتقدر توسع فارق النقاط ما بينك وبين الأهل والزمالك في مباراة القمة بعدد فوز المباراة طب بما أننا بنكلم عن التاريخ تعالوا نطلع مع بعض نشوف تقرير عن تاريخ موجهات الأهل والزمالك راقة جديدة رعاة القناة بقدموا جواز قيمة جدا لكل جماهيرنا أحمد تي بيقدم ثلاثة سكوتر في مسبق التوقع النتيجة أوبو بتقدم موبايلين من أحدث منتجاتها جي أل سي بتقدم أربع شاشات خمسة وخمسين بوصة ادخله بس على صفحة قناة الأهلي على فيسبوك وتويتر وإنستجرام للمشاركة ودخول السحب على الجواز وبندعو كل جماهيرنا المشاركة وتمنى لهم التوفيق إن شاء الله كابتن أسامة هنرجع تاني على التعقيب على كلام كابتن أسامة حسني وكابتن أسامة حسني كان بيكلم على إن ده استعداد لماتش الوداد واستعداد لماتش الرجاء لنادي الزمالك طبعا نتمنى إن شاء الله إن التوفيق بكرة للنادي الأهلي والمكسب يكون حليف نادي الأهلي ولكن معنى كلام ده إن لقدر الله لو حصل بكرة هزيمة للنادي الأهلي لقدر الله وهزيمة النادي الزمالك العامل النفسي والتأثير النفسي للهزيمة دي. هل سيمتد الحاد كمان شهر الممتش للوداد أو الرجاء؟ كل الأهداف اللي أسامة قالها من مكسب الأهل للمباراة موجودة في زين فيلر. وأكيد بالنسبة للزمالك بالنسبة لكلترون. كل واحد فيهم عنده أهداف كثيرة من اللقاء. سواء استعداد لعيبة. سواء قوة المنافس مشابهة للوداد والرجاء غير المتشاط الأخرى في الدوري. ولكن هي واحدة من المباراة اللي بتستعد فيها للوداد. يعني حتى المباراة اللي فاتت بتستعد المباراة الودية بتستعد. التدريب بتستعد. كل ده استعداد. أنا بس بقول لما عادل اتكلم في نقطة أهمية اللقاء. مفيش شك جماهيريا وحتى للمدربين هو مطش مهم جدا. ومطش كل مدير فني على الأقل لو ما كسبش المطش. هيحاول ما يخسروش عشان معنويا مع الجماهير. ولكن احنا بنقول إنه المباراة ديت كمان لما بتبقى فرق نقط قليل بين الأهل والزمالك. أو بتكون مباراة أخيرة. هتحسم من فيهم اللي هياخد اللقاء. بيزداد أهميتها. لأنك انت ممكن تخسر بها البطولة. احنا بنقول إنه أهميتها طبعا موجودة. وكل الأهداف اللي قسامة قالها دي حقيقة والمدرب عايزة حققها. ولكن فرق كبير ما يبقى أنت بتلعب. وكسبت المباراة دي هتاخد البطولة. أو كسبتها مش هتاخد البطولة. لكن نفسيا ممكن تأثر نسبيا في مباراة الوداد والرجاء. لكن مش بالدرجة الكبيرة قوي. لأنه فيه مدة. ما فيش مثلا مش هتلعب الأسبوع الجاي. لا. لسه فيه 3-4 مطشاط. لسه فيه. لكن هتزال لها أهمية معنوية عند الجماهير كمان. يمكن زي ما عادل بيقول المدير الفني الأجنبي. ما يبقاش تأثير المطش ده. وهو واخد الدوري في زهنه زي الجماهير. وخاصة كمان كان يحس بها جدا سواء هنا أو هنا. لو الجماهير موجودة في الملعب زي ما كان بيبقى فيه 80 ألف أو 100 ألف أو كده. فلكن مش هتأثر التأثير الكبير أوي لوحد من الفريتين خسر على مباراة. معنى كلام الكبتن عادل إن هي مباراة ثلاث نقطة. لا مش ثلاث نقطة. يعني في فكر المدير الأجنبي. يعني يقول لك خلاص أنا يعني خسرت ثلاث نقطة خلاص بيش مشكلة. نادي الزمالك مستسلم أصلا ونادي الزمالك يعني حاسم بصفة بصورة كبيرة جدا إن الأهلي هو بطل الدول. بس لا ما هو. وفي نفس الوقت النادي الأهلي يقول لك ثلاث أبو أنت خلاص أنا فكري أنا واخد الدولي. أبص اللي بعد كده. ده كلام كابتن عادل. لا لا بس أقول لك كلمة. لا يعني أنا بس كابتن عاوز أعقب على حاجة بسيط قوي لو فكر منه الجزء. لما حسم الدوري مرة خد أجازة ومشي في مباراة أهل الزمال. صح. علشان عاوز يرجع يبقى فايق ما عاوز يرجع بس ده زكاء منه. ولعب مجموعة بسيط. ولعب مجموعة بسيط. خسرنا اتنين. خسرنا اتنين. أنا عاوز أقول لك هات ان زمان كان مفيش الميديا الموجودة دي ومفيش الكلام الكتير واللغط الكتير كان الناس ما عندهاش تشبع فمبارات أهلي وزمالك الناس بتتشبع بيها قوي. لكن دلوقتي انت في دور أوروبي وفي ماتشط كاس أوروبا وفي ماتشطية. يعني الأحداث بقت أسرع وأقوى وبعدين المدرب الأجنبي. يعني لما بيجي يفكر في مباراة أهلي وزمالك. هو بيفكر فيها من ناحية ايه. هو في حاجة يعني الناس هتسكول للمباراة. كان من المدربين الأجانب لعب وماتشط أهلي وزمالك. انت بتذكر المباراة لينا احنا. لكن ما بنذكرش المدرب. لا بس احيانا بتأثر عليه. لا بس احيانا بتهزم بتأثر عليه جمهري. لا بس احيانا بتهزم بتأثر عليه جمهري. في حاجة يعني رد على كلامك ده. احنا شوفنا الماتش الأخير كارتيرون لما لعب فريق مصر لعبه بمجموعة كبيرة جدا من الناشئيين. تمام. ووضح جدا في الماتش ده ان هو تركيزه كله كان منصب على ماتش الأهلي بتاع بك. ولا هو كان عايز ما دي برضو من ضمن أفكار المدربين. كعايز يطلع بصمرة من الموسم بتاعه. يعني مش هو عاوز يبعد عن مش بيريح اللعيبة لمباراة أهل الزمالك قدما هو عاوز يطلع واحد او اثنين او ثلاثة يحسبه للسنة اللي نادي الزمالك خسر فيها دوري. ماشي بس مايلعبش دوري من الناشئيين. لا. الحدفين مع بعض. حاب بيعمل كده. لا الهدفين مع بعض. حاب بيعمل كده. لا الهدفين مع بعض. بيريح. بالنسبة للمدربين الأجانب يعني. اه اه اتفاضل. شخصية ويلر بانت من الأول انه بيعتبر كل مباراة واحدة سلاسة. اه 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 اه. ما بيفرقش مع اسماعيلي مصري زمالك اي حد الراجل من يوم ما جيه. وهو بالنسبة له كلها بومنج. يعني ما اخسرش رماتش الحمد لله. يوم ما بيتعادل بيتعادل للظروف خاصة جدا كلنا بنا عارفها. مر معاها اصابات وعودة لعيبة وتخول لعيبة وخروج لعيبة. فشخصية المدرب الاجنابي ده عندنا بالنسبة لنا في مبارزة بتاع بكرة. بالنسبة له مبارزة اي مبارزة. هو. هو دي الفكرة. السوشيال ميديا والترجمة ليه? بترجم له ان ده لقاء كمة. لقاء بين الزمالك وهو عايش للفترة اللي فاتت. وخسر المباراة اللي فاتت بدربات جزاء مش بعاجة. لو كان حسامها وكان لابد ان يحسمها في تخلال التسعين دقيقة اللي كانت موجودة. وهو متمرس على هزا الاداة. عندما بيضغط على نادي الزمالك بيفقد نادي الزمالك كل فنياته وكل الانطلاقات بتاعته كل. وعنده تجربة كبيرة اوه وشاف. هو عايش معاه. لم يتغلب عليه اي حد في اللقاءة دي يا قسامة. اللي هي اللي فاتت لنا. فعنده شواه كبيرة اوي. بس. في دخول اللقاء ده. حكاية ان احنا نتكلم على نتيجة اللقاء. لا. يأثر علي في الوداد. او ما يأثرش. لا مش هيأثر افرد لو بكرة. مش مباراة الزمالك. بكرة مباراة المصري. يا كتش. او بكرة مباراة الجميلة. لا. او. هذة ورق الزمن مش هاك. هل برضو هيفرب معايا? اه. هيفرب معايا. اكتبت ان ايمان قال نقطة مهما. النهارده كارتيرون المباراة اللي فاتت ريح عدد كبير جدا من اللعيب. طب النهارده الزمالك بنفس على المركز التاني. طب مباراة الاهلي بتلات نقاط. مباراة مصر بتلات نقاط. النهاردة اللي هو بنفسه مركز التالي. هده شيء بتاعه هو. هو بالنسباله. لا. هدف. هدف عنه. يا كامشريف هو هدف عنه. هدف عنده. النادي الاهلي النهاردة ازاي الدور اللي هو. صح. هيكسابه ده انا ضيع فرحة الدور بتاعه ان انا اكسابه. دي هدف موضوع النادي. انتصار ليه. طبع. بعد ازنوب. النادي. ده هو بقى دي الفاني. لانه لانه. لكن خلي بلك في حاجة برضو في الحسابات. لا في حاجة في الحسابات. ارجع لك ان هو لما تيجي انت بتشتغل بتلاعب تمن لعيبة وبتريح علشان. انت بتتكلم عشان تريح للمباراة دي وممكن تخسر مباراة وتخسر مركز. دي اهداف نادي. مش اهداف المدرب. لا المدرب مش يعني. المفترض انه مرداش بكده. تمانية كتير. انت تعمل تغيير. تمانية مش تغيير. لا لا اهدافه. من اهدافه انه كان يريح لعيبة الاساسية. اكيد. للمباراة الاهلي. اكيد. دي واضحة. وبرضو زي ما انت بتقول يضرب صفرين بحجر. هو حاسس ان الفرق واسع. فيقولك ليه ما لعبش مجموعة ناشئين. ويبقى اسم شفتهم. واسمي عملت جيل. ايو. ايو. او والزمالك. مع نجمنا الكبار. ولكن بعد هذا الفرق. وبنرحب بحضراتكم مرة تانية يا عزائي المشاهدين. ونجمنا الكبار. قبل ما نتكلم في لقاء الاهلي والزمالك في الفنيات بقى. بعد اذنكم نستأذن ونروح لمراسلتنا وزملتنا. هانا ابو القاسم من فندق اقامة النادي الاهلي. برحب بك. برحب بكل ضيوفك الكرام وكل مشاهدي قناة الاهلي في كل مكان. ليلة القمة. طبعا بتبقى ليلة مختلفة عن اي ليلة قبل المباراة. كل الجماهير المصرية بتبقى مترقبة ومنتظرة المباراة. انا دلوقتي داخل مقر اقامة الفريق. الحقيقة الفريق وصل الساعة سبعة ونص وتوجه مباشرة لتناول وجبة العشاء. وكان باين عليهم حالة من التركيز والجدية. بعد انتهاء تناول وجبة العشاء توجهوا للغرف طبعا للراحة استعدادا لمباراة بكرة. وغدا هيكون فيه تناول وجبة الفطار. بعد كده وجبة الغداء. بعد كده وجبة قبل المباراة. وهيكون بعد كده فيه اجتماع مع الفريق قبل التوجه لملعب المباراة. طبعا الفوز بكرة بيكون مطلب جماهيري حتى. ولو الفوز مش هيفرق كتير في موقف النادي الاهلي في الدوري. لأن طبعا كلنا عارفين النادي الاهلي متربع على قمة الدوري بفرق سبعتاشر نقطة مع تاني الدوري. لكن طبعا الفوز بيكون مطلب لكل عشاق القلعة الحمراء. الحقيقة ان الجماهير بتبقى عايزة تعرف تفاصيل اكتر عن اللاعبين. قبل مطلع لايف كنت بتكلم مع دكتور اخصائي التغذية بتاع الفريق. ويكلمني اكتر عن طبيعة الطعام للعيبة. طبعا الطعام بيختلف من لاعب للاخر حسب مقاييس كتير زي المركز بتاع اللاعب وكمان الصعرات الحرارية اللي كل لاعب بيحتاجها. لكن الحاجة المشتركة ان كل اللاعبين بيبقوا محتاجين كاربوهايدريتز كتير عشان تديهم طاقة اثناء المباراة. الفريق هيتوجه غدا الساعة سبعة وربع لملعب المباراة. وطبعا كلنا بنتمنى الفوز للنادي الاهلي والحصول على ثلاث نقاط مهمة بالنسبة لكل الجماهير. العودة مرة اخرى للستوديو. شكرا جزيلا زمانة والقاسم من فندق غامة النادي الاهلي. كابتن سامة كنا بنتكلم على الكلام اللي قاله كابتن عادل عبد الرحمن. بس انا عايز اتكلم معاك واقولك على حاجة معينة انا عشرتها معاك وانت بتلعب جنبين. انت من ضمن اللعيبة اللي بتغيل قوي في التدريب. ومن ضمن اللعيبة اللي يبدو عليك كده خارج الملعب انك عصبي قوي. ولكن انا يعني يعني يمكن لعبت معاك تقريبا اربعة وخمس مباريات. اهلي وزمال لكم في مباريات صعبة كتير جدا انا عبتها معاك برضو. انت بسم الله ما شاء الله من اللعيبة اللي بتمتاز بالهدوء جوه الملعب حتى اخر ثانية في المباراة. وعندك سببات فعالي غريب جدا 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 في الماتشات اللي هي بتبقى صعبة جدا. وخصوصا مباريات القمة اللي انت كنت طالما بتجيت فيها. ده خبرة ولا دي دي مش من سماتك الشخصية. يعني انت برا الملعب احيانا بتفضل عصبي جدا. ولكن في المباريات الصعبة انت يمكن بتدينا الاحساس ان احنا ممكن نكسب في اي وقت. ان انت لازم ما تبقاش عصبي لازم ما تبقاش مرتبك. ما ما تأسرش عليك نتيجة المباراة وما تأسرش عليك الحالة اللي انت فيها دلوقتي. لا احنا الحد اخر لحظة بنلعب وفي امل ان احنا نكسب. كنت انت بتبقى هادي جدا. معرفش ايه السبب يا. لا هو لا انت تقول هي مش في شخصيتي. لا هي شخصيتي الاساسية هي الهدوء. لكن احيانا بتحول للعصبية. يعني احيانا برا الملعب كمان. انا الاساس طبيعتي فيها هدوء. بس احيانا ببقى عصبي. في الملعب من كتر بقى المباريات بالتدريب. بتهيئة نفسي قبل الماتش. لازم الواحد يدي ثقة لنفسه وتركيز. وبعدين المباريات الكبيرة بالذات. كل ما بتبقى فيها هادي وعندك ثقة. بتلاقي نفسك الامور متسهلة. كل ما انت بتبقى متوتر وعصبي ومستعجل. بتلاقي الامور بتبقى اصعب وتتعقد وتحس ان زمن المباراة مثلا يبقى ناقص خمس ده. تفتكر ان دولة زمن قصير مع انه هو زمن طويل. احيانا احنا كنا بنتكلم مع بعض في الملعب لما بمغلوبين او كده. ان نلعب بطريقة معينة. ان ما نخرجش من الاسلوب اللي احنا بنلعب بيه لغاية لما ماتشات كتيرة جدا وكلنا في تاريخنا عارفين كده. بنكسبها وناس بتستغرب. النادي القلي بيكسب ليه في الوقت الاخير من الوقت الضايع. اه يعني انا واحد صاحبي زمالكاوي كان يقول لي حاجة. انا مش هتطمن انتو خسرتو او تعادلتو. الا غير لما الحاكم يصفر وطف التلفزيون وبعد كده. ودي حقيقة والله بجد. دي حقيقة في كل الاجيال. في كل الاجيال من اللي احنا اتفرجنا عليهم في السبعينات وبعد كده عشبناه. وبعد كده والتمنية والتساعات لما لعبنا. والغاية اجيال اسامة وبعدها وحتى هذه اللحظة. سنة بحالها. فده من ال. تسعة وسبعين دي. بنكسب في الديها تسعة وتمالين. تسعين. سنة بحالها. يعني نص راوند كده. بنكسب في الاخير. كابتن شريف التعارف انت يعني كل واحد بحكم تجربته مع فرق كتيرة لما تيجي تقول لهم الكلام دوت. في ناس بترمي الفوطة ولسه مسلا على الماتش تيل ساعة وخمسة وعشرين دي. بيحس انه جي في جون او جونين بيفتكر ان المباراة خلص. فدي برضو نبعه من الثقة. مبعه من الهدوء. نبعه من الاسرار اللي احنا متربين عليه. فكل الحاجات دي طبعا بشخصية النادي. بص بص كابتن رسامة. ايوا. الجول ده انت ما شفتنيش فيه. لا شفتني. شفتني. اه. رجع. رجع. ايه وفي حد يجيب جوم الحد دي. بص 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 بص. لا 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 رجع. انا عايز مخرج يرجع. انت بصت على نبيل محمود. لا بص بص بص. بص 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 بص. انت بصيها من لا لا. بص استعنا بص. لا بص هو جير يا بص جير جدا. مزافة كبيرة جدا. بص بقى. لا. بص البص يا كابتن شرف اللي قبل الراحة. انت بصص عليها من اللي قبلها. لا بص فعلا. ايوا. صح. 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 هنا بقى السؤال. سيبقوا انت مدهال وحطها في البن. لا. والله يقصيها. هل هل. هل. انت ايو. انت المفروض عارف كان يعمل ايك كابتن ايمن يرجعها للورا غاية. اي كان. ده لازم يحضر لواحد تاني. ممارك. هو عارف ممكانيات. يا حضر. بص بقى. نرجع. اه. ماتشاط الاهلي في في الموبايلات الاخرى غير الزماني. اي اي صح. نتعمل لي كزا جور. كزا واحدة زي اخر. بس اختبع اريد. بس بس عايز اقول لك حاجة كبتن عادل. انا مرة اه كابتن السلام عربي. كنا بنلعب الترسان. اه. وايصا بعيدة عن اهل الزماني. فجات لي كرة كان ايصا لدي ترسانك كان ريدة حميدة. فالمقم اتلعبت لي صروخة انا الكرة ومن وراء ريدة حميدة وسبق. وكان طالع خضر هاشم اللي هو حرس مرمان ترسانة. روح تلعب هلوق اسامه على خط الجول. اه. انا فاكر. اه. اما لعبت كرة ببطن رجله كده. اما اتضربة ببطن العرضة ودخلت جول. طب يا زميلة. قال لي يعني. حد يدي واحد كرة زي لي. سريعة. قلت له. قلت له يعني. مصعبت بص هو الديهاني على خط الجنب الزبط. فانا حطتها في الشبكة. فحبت اديها حلوة اكتر. اذا حطتها على الارض هتو تمشي. انا عايز ارجع للهدة بتاعت الكبتين اسامة اللي انت قلت له انت ليه كنت هادي في الملعب. اه. انا هقول لك حاجة مهمة اوي. انا شارت الكبتين اسامة كتير. كبتين اسامة اكتر لاعب. مضمون في المبارات الصعبة. تهلي بالك من دي. يعني في لعيبة تقدر تلعب مباريات صعبة عددة قليل. او متواصل. لكن هو الوحيد اللي كل المباريات الصعبة تلاقيه فيها. ليه? وتلاقيه فيها كويس قوي. اهلو الزمانك كان بيبقى افضل لها في الفرقة. مضمون. لانه كان بيزهر لكل اللعيبة. عنده حاجة انا انا باعتبرها ممكن احنا اتعلمناها منه. بجد يعني. عنده حطة الثقة في نفسه في الوقت اللي اللي فيه عاوز ينصم في حياتك. بيحتفظ بكورة بشكل غير طبيع. ويخلي بالك دي مهمة جدا كان الوحيد اللي بيحللك ازمة. خش بقى على المباريات اللي هي الصعبة قوي اللي كان بتبقى في افريقيا والحاجات دي. لما كنت تبص الوشه بجد والله. تطمئنه. صح. وكان يحسزك يحسزك ان انت لعيب كويس ويحسزك يقولك يلا وبعدين عمره ما نهرك. ولا عمره قالك كلمة وحشة في الملعب. دي دي حقيقة. بالعكس طول الوقت كان يشجعنا وطول الوقت يقولك هنعمل هنلعب هنشتغل. هو بالامانة هو والكابت الربيع لما يبقى مش مش متدايق. مش عصب. مش عصب في الوقت ده. ولكن في حاجة برضو على كلامك. بعد عبد الرحمن احسن فروض في مصر. احنا كنا. احنا كنا. صراحة. اه. لما كنت بابس لقسام عرابي. وهو واقف واحنا بنعاني. ابص بس يعنيه والله العظيم كان عندي احساس. لحد اخر لحظة. ان احنا ممكن نحسزك. اه. 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 التهياء النفسية مهمة جدا. في المبارات الكبيرة دي. كنت هكلم بقى على. دور المدرب قبل المباراة. هل ليه اثر في الحتة التهياء النفسية دي? ده انت النهاردة فيه دور المدرب ودور اللاعب نفسه. انت النهاردة كلعب بتخلق dوافع لنفسك في المبارات الكبير. المبارات الكبيرة بتصنع اللعيب الكبير. فالنهاردة علشان دايما اسمك يفضل يتذكر في التاريخ وفي المبارات الكبيرة. انت كلعب لازم عليك دور نفسي ازاي بتهيأ نفسك. ازاي بتستعد زهنيا قبل المباراة. غير الاعداد البدني خلاص انت اعداد بدني انت اجهزت مباريات بتدريبات لكن يتبكت دور الزهني او نفسي مهم وخاصة كمان زمان مباراة الاهل وزمان بكل قيمة كانت لعب بمئة عشرين الف متفرج فانت النهار ده عليك ضغط كبير داخل ملعب غير دلوقتي دور المدرب بقى دور المدرب مهم جدا انت النهار ده لما بتجي في محاضرة المباراة ما ببقاش الكلام كله فني لا ده انت ممكن تتكلم في نقط عريضة في الفني والدور الاكبر هو الدور النفسي كمان والجزئ بيجينا في المباراة السهلة مفروض الشبه سهلة في الدورة المتاز يدخل دايما يزعق للعيبة دايما يبقى فيه شدة للعيبة ده في المباراة السهلة في الدورة طب يجي مثلا في مباراة زي نهاء افريقيا مباراة زي الزمالك في الدورة مباراة مثلا مهمة في الكاس يجي يدخل القودة يقعد يهزر يقعد يصفر يتاريق مثلا على احمد السيد على بركات يبدأ يخلق جو في غرفة الملابس او قط اللبس جو فيه ضحك فعلي. ده اه للمباراة. اه يعني احنا بنغير واحنا بنعمل الاحماء عشان هننزل بقى الملعب نستعد المباراة في الاحماء في الملعب. لا دعم مالي هزة في غرفة الملابس. بمنازمة الاجواء دي احنا معانا مكلمة من اه واحد حبيبنا من العيب النادي الاهلي. اه هنتكلم معاه عن اجواء مباراة الاهلي والزمالك. مساء الخير يا كابتن ياسر. مساء الخير وعن نجوم الكبار. بيخيك بى مباراة الاهلي ازاي. ياسر ايا. يا سريل. سلامك اكي اه great سلام الجماعة. جابتنential ايمان و اللكن قالتيل اسامة و التالي وسامة حوسني. جابتn ياسر حسنا بك ياسر معكاني ياسر. اللي جديد. الله يسلمك يا حبيبي. الله يسلمك. كلمنا عن اجواق مباراة الاهلي والزمالك يا ياسر شايفها ازاي. ما قرأت قد انا انياه ان انت جابة كابتان تالي اصامة العربي انت عروب styling ما هو قد سمعاه رجل و خليك فيها جدا. بيقول لك رجلة كتيرة جدا بشورة. اموت له يجي طول التجوان. بس خلي بالك. عشان قبل بيقطع. اه. كان من احسن الناس اللي بتقدم مباراة الاهل والزمال. بيقول لك يا ابن انت ما تقطع. انت كنت من احسن الناس اللي بتقدم مباراة الاهل والزمال. بيلموا. ماشي? لما تبادري اهو. لما اهو. طب يا حبيبي. ايه. ايه. بس يا كابتن ايه ايه. يعني مباراة الاهل والزمالك احنا بقول لنا كده اتعايش في الاجواء بتعايش. ايه. لعادي النادي الاهل ايه في ميزة كويسة والله مش تاقلنا في الانداء الثانية. بس ما بقى عنده تركيز. وعنده اسرار. وعنده هدف. بيعمله. مم. وقابلنا في دي مواقف كتير جدا في مع النادي الاهل. او بطولات عربية او افرقية او بطولة دوري او هنحطن بطولة او او. يلاقي معدن اللي عادت النادي الاهل. زي ما كتبت نسانة كان بيتسلم ترا يقولك اه ممكن يبقى ايه المداربين ببعض بيبقى عارسين اللي ازم تنشينين ومجدين يدخل يقول اي كلام يخلي الناس بس تطلع برا تنشانة المباراة. لك اللي عادت النادي الاهل على مدار التاريخ. بيبقى عندها تركيزه قدام فرقة كبيرة دنادي الزمالك. عشان بنعملها احترام وبنقدرها. وبنبقى عارسين امكانياتنا احنا كنادي اقلي. بنبقى مركزين جدا. الحمد لله يعني انا كنت محظوظا لنا لقد كابت الوسامة وكابت الاضل عبر رحمن وكابت الامة جوي. ومتشاك كتير جدا او في الدورة او متشاك الزمالك. يعني كابت الوسامة العربي بيعد علينا. نعمل ده هدفنا في كل مباراة يا ياسر. نعم. ده هدفنا في كل مباراة يا النادي الالي في كل مباراة مش الزمالك بس. اي لا بس انت عارب برضو مباراة الزمالك بقى له طبع اخصاص. والمكتب بيفرق معانا احنا كنفسيا. بس حاجات كتير جدا بتفرق مع اللعيبة ومع ومع المهور. اي انت ممكن تاخد دور لك الموفقناش تبقى مشكلة وانت عارب كده. لكن اللعيبة بتعمل مباراة كويسة. وبنكسب المباراة لا اعتقد الامور بتبقى يعني يمشى في طريق صحة لللعيبة يعني. طب انت شايف مواجهة بكرة ازاي? سبت ان ايمن بعد ازنك بس في نقطة. اي اي اي. لبالك في بعض السوشيال ميديا كمان بتهاجم النادي الاهل. وعايزين باي طريقة ما ننجحش. او نقع بمعنى صح. النادي الاهلي والله وانتو عارفين كده على مطار التاريخ. لم يقف على لعيب. واحنا جربناه وشتناه. لعيبة كتير مشت ولعيبة كتير جافة. بيبقى النادي الاهلي هو النادي الاهلي. يعني احنا مش هنتكلم مع السوشيال ميديا طبعا النادي الاهلي اكبر من كده بكتير. ياسر انما. احنا عايزين نتكلم عن مبارات بكرة. ولاجواء بكرة. انت شايفها ازاي? شايف الماتش بكرة النادي الاهلي ازاي? هو الماتش بوس اعتقد يعني بير اي 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 الساكل سنة بكرة مش هتلعب بالطرقة اللي هو بلعب بقى اعتقد كل مغارض. وخاصاتنا احنا عند لها بعض الاضطباط وبعض اللعبة اللي مش موجودة فالامور هتبقى شوية اعتقد هاي غارف طريقة او الساكل بتاع الفريق. يعني لكن برضو في الورف الاخر اللي عدد النادي الاهلي لازم يعرفه المباراة بقرة. الجمهور عندنا وضح وده قدرهم ولا يتعادل ولا يخطر. يحب يتفقى اي مباراة. احنا ان شاء الله بإذن الله نقول لهم التسعين ديها توفيبة عربنا سبحانه وتعالى. باستعمل اللي عليك. بمهورك يحك اللي انت عملت اللي عليك وزيادة وقدارتك واللعبة اللي بتتفرج عليك والقدامة. وفي الاخر النتيجة دي تعتربها سبحانه وتعالى. باستعمل اللي عليك والامور الثانية تبها لله سبحانه وتعالى. يا رب توفي لنادي الاهي ان شاء الله بنشكرك كابتن ياسر على المداخلة الرائعة دي. الف شكرا. عايزين بقى نخش بقى في سؤال عن المدربين. كابتن شريف انت يمكن حضرت اتنين من المدربين الجامدين زماني يمكن مستر كوتي وكالوتشاين اه ودون ريفي ودون ريفي حضرته. اه بس دون ريفي يقعد معنا فترة بسيطة جدا. برضو بس استفادنا منه بطير حقا. مين من المدربين دول اللي هياك تهيئة نفسية فعلا زي مالك كابتن قسامة قبل ماتشاة الاهلي والزمالك لا احنا كانت بالنسبة لنا ماتشاة الاهلي والزمالك دي زيما العيبة كلها تفضلوا وقالوا دي الجمية بتاعتنا. هو كان في معسكرات بالمناسبة اكلش فيه. نفيش. كنا بنروح محل مطعم اه في الهرم هنا. نتغدى مع بعض وقال كده. كل واحد يروح بيته. كل واحد اه. وساعات كبقى في النادي. وساعات في النادي بس ايه كانت بتبقى الله رحمه الله عبدو بقال. ايه? حضرتها لما طابع. لما وكانش في معسكر. اه بنيجي اليوم بدري يعني. كابتن شريف لازم اه يشرب قهوة على طول كان انا فاكيرها كويس. كنت شرب اه. والله اه انت تفتكر اكتر مني حكاية الاول. اه. اه. والله والله والله. والله اه. 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 انا شاي اه. 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 اه انت شاي انت. اه. ملك الشاي انت والكاس. الكاس كان ياخد له بتاع تلاتين شاي قبل ما لعب ايه مباراة. المهم يعني مستر اه كوتي طبعا كان ليه عين اه رائعة ان هو يتفرج على الاشبال. كان فيه كاعدة كبيرة جدا من الاشبال. عظيمة جدا من لعيبة والحقيقة جان ليهم الحظه ولبسه تشيرت الاحمر في الدرجة الاولى فوق. ايه. كانت انا اصغر واحد فيهم كان فيه خالق جدالة وجمال الجندي. اه. وخالق جمال جودة. او مجد عبدالغاني. اه. اه. جمال عبد الحميد. وكان فيه فرقة بقى اسمها الامل. اه. لو تفتكرواها بتاعت الكابت المجوهري. كانت بتلف. كلها. اللي فيها البحثيتي والسمر. ايوا. ودول كانوا وعلي زور. اقرب ناس كانوا للدرجة الاولى. او التطعيم اه. عشان تاخد اي لعيب. كانت الفرقة بسم الله ما شاء الله كاملة بتاعت اه. النادي الاهلي. من من هو. اه. من اول حراس المربى التلاتة. صح. لغاية الفراو ده جمال عبدالعظيم وزيزه وخطيبه ومنطفى عبده. كان عندك تلات فرقة. كان عندك تلات اربع فرقة جوه عشان تختارك انت او يكون ليك حظ كان لديم بقى فيه اصابات او اه اقافات او اي حاجة. فتيجي تقعد احتياطي. مش. صح. مش تلعب. صح. فكان فيه راقبلية انا بالنسبالي اه من ميستر كوتي طبعا وكابتن فوات شعبان الله رحمه. وكابتن عزل تبروس ربنا يديره الصحة. فحطوا عنهم علينا عن تعليمات اه كابتن عواضين. قالوا انا عندي ولد كويس جدا. يعني يا ريت. كان عندك كم سنة كابتن? كان عندي سبعتاشر سنة. اتحط اسمي واسم جماعة عبد الحميد واسم مجد عبغاني في القائمة الافريقية من غير ما احنا نعرف. لغاية لما انا حصل روحت منتخب الناشئين وبعد منتخب الناشئين. حسيت بحالة تحضير لي ان انا حلعب ماتش اه فوق افريق. فما روحتش الماتش اللي هناك. راح مكاني جماعة عبد الحميد كان عندنا احنا بنلعبه السلتاشر. واتنين برة. قاعد جماعة عبد الحميد اللي هو الاتنين برة. دول لما رجعوا. قالوا لي انت هتلعب الماتش التاني طايم مكان علي زور الشوت التاني. وده كان اول مرة. علي زور الصوية. علي زور. علي زور. دكتور. علي علي زور. انا عاوز الناس تسأله. اه. لما انت لعدت مع كبتم علي زور. وجات لي الفرصة ولعبت تاني طايم. بعد ربع ساعة اقلمت ومعدين ايه سبت الونجرايد كنت بلعب مكان جابتم الصفحات ومكانش بيه لعبين. انا عدليتش مال يعني. فسبت نفسي لقيت نفسي روحت شمال كده. طار الشيخ لعيب للكرب العرض. طرت اعملتها جوي بتاع جون في الماصر. وكان بدايت. اه الشكل بقى انك يعني تتعود على اللعبة فوق. انا حسيت ان هو بالنسبالي اسهل من اللعبة تحت. اللعبة تحت كان بلعبوا عليها تلاتة. اه. وفضلوا خبطوا فيها. اه. انت عارف اللعبة اللي هو بتاع الناشعين ده. اه. انك كانت بتبقاش عندك الحرية الكبيرة اه. وبعد لما تلعب مع فرقة زي دي. ما يعني اه واحد تاه مع مصطفى عبدو. صحيح. والتاني مش شايف يعمل ايه مع الخطيب. اه. وده هيعمل ايه مع ملعب ده. اه. انت تقدر تسرق. اي حاجة وانت صغير معانش اخب باله منك. صحيح. تروح انت تقدر تسرق جول واتنين. تقدر تطلع ايه. سلمة. سلمتين. تلاتة. بيحصل زهو للراجل اللي هو اكتشف. اي. وبيقول ان ده بداية فعلا وبزره طيبة انه هو يقدر في المقابل. وانت وامكانياتك بقى. انت وفنياتك. واسامة طبعا انا لعبت مع اسامة ولعبنا حتى لما الحادثة حصلتلي. اي. واول ماتش رجعت جبتي فيه جول وكان حاصدي كويس. واسامة رقص الفرقة كلها وانا والجنف واضي. وما تدهنيش. برضو. وحطها في العرضة. ودخلتلو في الهفتايم قلتلو مش هخفرها لك طول عمري. فكان عندنا مجموعة الحقيقة لما بتلعب في فلوس. بتاع مش انت بس اللي بتشير. انت بتبقى حالتك اليوم هي اللي تقدر تشير مباراة الايل والزمالك دي. انت النهاردة اللي تقدر تعدي من صلاح وتعدي من ابراهيم يونسف وتعدي بالدنيا كلها وتهز. اللي انا عايزة كلمك فيه بقى الفنيات. انت بكون عندك لعيب بيقدر يهز خط تفاع. بيخليه مشوش. مش عادر يبتدي هجم عليك او يقدر. مشغول فيك ازاي يمسيكك ازاي يا ايمان. انت كل جوالك اللي اتا بتجيبها حد يقدر. كان بيشوفك فينك. سارق الفرع كلها. بيدماغك تشوف عاملها من ايه. اه الدنيا معمولة ازاي. دايما مش بتخش من ناحية الشمال في العم كنت روح حاطة كرة بدماغك او اي حاجة. فدي كانت فنيات ودي حاجات كنا اكتسبناها من اللاعبة الخبار اللاعبنا معه. انت بقى عندك فرصة انك انت تعمل لنفسك. وتبقى نجم زي النجوم التانية اللي انت كنت بتتفرج فيها وتلعب معها. الحقيقة انا اكتسبت الثقة ضبيرة قوي من كابتبو صافي عبدو وكابتب محمود الخطيب بجنبي. ادوني ثقة غير عادية. حتى كابتن زيزو لما رجع يا عادل. اه. قال لي عينك معي في الملعب. اه ما تقلقش. انا بحب بحبك وبحب لعبك. اه. ما تزودش عن كزا اعمل كزا. فكانت حتى التعليمات بتبقى يا عسامة في صالحنا. فرقتك اللي طلعت بها يا عسامة كان كلهم مع بعض طلعين. انا طلعت في فرقة. الحقيقة فتحت الباب لبقيت. واقوية اه. كانوا جامدين جدا. وفتحت الباب لو اخواتي اللي كنت بتمنى بلعب معهم دايما في الناشئين. وبتمنىهم يكونوا جنب. وبالفعل الباب بتفتح والثقة بقت موجودة. والحمد لله يعني كان الرؤية الاجنبية زي ما كلهم بيتمتعوا بآآ مانور جوزي. انا اتمتعت الحقيقة بآآ هديكوتي. وانطلاقاتي وبقت من احسن اللاعبة اللي موجودة معها كالوتشاي. اه يمكن مبارات الاهلي وزي مالك شاهدت العديد من تقلب الافارقة. كويش. بصورة خاصة. وآآ عندنا تقارير دلوقتي آآ عن الافارقة اللي اللعبوا في النادي الاهلي. وتأثيرهم على النادي الاهلي في مبارات النادي الاهلي وزمانك. نطلع نشوف التقارير. او سيحنا من افريقيا برضو. اه طبعا. وبعدين نرجع نتكلم في النقطة دي. مجموعة اللاعبة اللي موجودة دلوقتي في النادي الاهلي. كابتن علي معلول. آآ جونيور اجيه. ديرالدو. ديانج. وبجي. يعني لو احنا خدنا علي معلول او علي معلول. يعني قد وراء اعتماده الجمهور النادي الاهلي بصورة جيدة جدا. اولا تحس انه هو آآ مصري اهلاوي. بقاله مثلا اشرين سنة. آآ اداءه متميز لانه عنده الحتة الهجومية الكويسة. او هو بيلعب في نادي معظم الاندي اللي بتلعبه بتدافع. فهو بيبان كويس بصورة كويسة. يعني انت بتتكلم على لأول مرة مثلا النادي كبير من الاندي. يعني النادي الاقل اكبر نادي في افراقيا يجيب لاعب مدافع يبقى محترف. انا اعرف المدافعين بيبقوا سردباكات ممكن لما لاعب الاحتياج في المكان ده. لكن انت اللي ترف من الاطراف اللي هو زاير ايسر او ايمن. مش كتير تجيب لاعب محترف عشان يلعب في المكان ده. لانه بتحس ان المكان يعني ممكن اي حد يقدي فيه. ولكن علي معلول عمل للمكان رونك اخر. عمل له شكل تاني. علي معلول خلاك تبقى عندك زيادة في اللاعبين اللي بيزودك يعني حتة هجومية قوي. وحتى في الحتة الدفاعية. خلي بالك بيشتغلوله بتوع نص الملعب. ودي ودي ميزة. فعلي معلول نفسه يعني. بيخلي اللاعب بتوع نص الملعب عندهم ثقة ان يدفعوله. لانه بيروح يعمل حاجة كويسة. ده علي معلول. اما ديون. من اللاعبة اللي عاوز اقولك اللي هيفضل طول الوقت. من اللاعبة الكويسة وسنه صغير وهيقدر. ده الهدف تعالي معلول السنة الفاتت. ده علي معلول في اه. يعني باكلفت. اه. وبيروح للمكان ده. ده حسة هدام. فعلشان كده المتابعة بتاعته. علشان كده بقولك. انه من الناس اللي جم عملوا حاجة كويسة للنادي الاه. وغير مفاهيم اللاعب المحترف في الحتة الزهير يمينة. حتى على مستوى الدفاع كابتن عادل طور نفسه في الحتة دي بيدفع برضو بشكل كبير. وحاجة تانية كمان يا كابتن اسامة ودي مهمة. ان ثقة اللاعب بتاع نص الملعب في اللاعب الزهير اللي بيطلع يعمل ناتج كويس بيدفعوله كويس. دي حاجة. دي يونج من اللاعب اللي انا انا اشوف قادر اقولك هيعمل. بم نسبة عالي معلولة كابتن عادل بص انا ارقام عالي معلولي. عالي معلول جايب اربع اهداف. عمل اسست ستة. واركلات الجزاء هو جايب تلاتة ابن اربعة. تزديد على المرمة اه شرائط عشرين واحدة. حداشر منهم بين التلاتة خشبات. تمرنات الصحيحة تمنمية وتسعة بنسبة واحد وتمانين في المية. تمرنات البينية الصحيحة خمسة وعشرين. عرضيات تلاتة وستين. وده اكتر لاعب في الدولي المصري. من الزهراء سواء الايمن او الايسر. عمل عرضيات. علشان عنده من افضل اللاعيبة كمان في الطايمينج بتاع الخروج والطلوع. يعني فيه اللاعيبة بتروح وبترجع بتروح وبترجع. لا اهو عالي معلول من اللاعيبة اللي بيروح في الوقت اللي الفاضي فيه الحتة المكان عشان يعمل فيها الكروس الكويس. الحاجة التانية فعالي معلول ما بيتشتركش في اللاعب كتير. ودي مهمة. بمعنى. يعني لازم نوضح الحتة دي. علي معلول بيخزن كويس في اللاعب. زي مثلا محمد زي مثلا محمد بركات. محمد بركات كان يركن شوية دقيقة ولا حاجة عشان يعمل يبقى عنده باور كويس. علي معلول من الناس دي. ما بيطلعش كتير. طلوع ورجوع طلوع ورجوع عشان كده بيهدى. لما بيروح بيدي القرار الصحي زي ده كابتن ايمن زي الاحصائية اللي حضرتك قلتها دلوقتي. احصائية جيدة من ايه? انك انت لما بتيجي تلعب اللعبة المزبوطة في الاخر لما بيبقى الباور بتاعك بيوصل لكام. يعني مهم فيه لعيبة بيعودوا لعبه في الملعب كتير كتير كتير. فلما بيجي وقت التفنيش في الكورة بتلاقيه نسبته قليلة. علشان بيبقى بيدخل عشرين تلاتين في المية من الباور. علي معلول غير كده. من لعيب زكي قوي. انا كنت عاوزة حابب اتكلم على دي انجل ان ده من اللعيبة اللي هيعمل هيعمل طفرة كويسة قوي للعبي نص الملعب. اولا هو لسه ما جابش الحتة اللي عنده فيه ميزة عنده. هو لسه ما جابهاش. انه هو مهاجم كويس. انت عارف انه هو مهاجم كويس جدا. انا سجل دلوقتي. هو مسجل الهدف معنات لا دي. اه وحايتلع. في ورات مهمة. مورات بيرامنز انت متأخر مسجل فيها. لا التكملة بقى كابتن قسامي خلي بالك. يعني هو ممكن يسجل في الوقت الحالي في الحاجات السابقة. صحيف. لكن التكملة بقى هتشوفه في الايام الجاية. فلعيب مميز. انت كمان خلي بالك انت قلت نقطة كويسة قوي انه هو برضو لعيب كورة خلي بالك. يعني هو مسلا هنا في صناعة الاهوة جاب جول طبعا. صناعة الهدف اتنين. صناعة الفرص تسعة. التزديد على المرمى خمسة من اتناشر. التمرات الصحيحة بتاعته نسبتها اربعة وتمانين في المائة. علشان عنده برضو ميزة كويسة الرؤية. الرؤية في ايه? اولا ديانج ما بيجريش كتير. خلي بالك. لانه موهوب في حتة التمركز. بيتمركز كويس. فيه لعيب بيجري. اللعيب اللي بتلاقيه بيجري كتير قوي بيبقى التمركز بتاعه ومس صحيح. يعني انا ممكن في الملعب فيه لعيب عشان يقطع. في مكان ممكن يعمله في ميت متر. وفيه لعيب تاني ممكن يعمل خمسة وعشرين متر انتجه يبقى اعلى. صحيح. بايه? بالوقفة. بالوقفة والتوقع اللعبة. ودي حاجة مهمة. هو لعيب. وحاجة تانية عامل حاجة آآ لعيب النص الملعب دايما في الوقت الحالي في اوروبا النمط الجسماني عشان يبقى لعيب كويس في وسط الملعب. ما يبقاش طويل قوي. وما يبقاش قصير قوي. ولكن لو قصير قوي ممكن يبقى لعيب كويس في نص الملعب. لكن ديانجا عمل حاجة كويسة. هو جسمه ممشوق طويل. ولكن عنده السبيت تيرن بتاعه كويس. اللي عنده السراعات الصغيرة العشرة متر كويسة قوي. عنده الطايمن بتاع الانقضات بتاع القطع. ودي مهمة جدا في لعيب بيلعب في وسط الملعب. وحاجة تانية مهمة. مش بيلعب منتو مان كعادة اللعيبة بتاع نص الملعب. دي يانجل منتو مان بتاعه بيبقى فيه فكر وخفية حركة. وقطع قبل ما انت بتستلم. يعني ايه. في المنتو مان انت ممكن تبقى في وقت كتير قوي. تبقى واقف ورا اللعيب. لا. هو ما بيعملش كده. هو بيعرف قوة الكورة. رايحة فيه. وتلاقي اهو مثلا وقفته. في الحركة بتاعته. في التحرك بتاعه. عنده فكر كويس. وهيبقى من اللعبة لما هي هيبقى فيه نطق اكتر. وهيبقى يحفظ اللعبة اكتر. والحاجات دي مع النادي الاهلي. هتلاقيه في المباريات السعبة تلاقيه حاجة كبيرة قوي. دي يانجل. كب شريف بالنسبة لباجي. واجيه. كويس. خلينا نكلم لأول على أجيه. وبعدين نتكلم على باجيه. لان الباجيه يعني فيه ناس اتكلمت كتير. وفيه ناس بقيت يتقارنوا بالسنة الاولى اللي لعبها في لوفيو معانا. وفيه ناس قالت لأ هو جاي. ويمكن شوفناه في ماتشة اسوان. عمل شغل كويس لما نزل. وتحرك على الجناب. ودخل في العمق وجاب جول. وعمل لابل كده جول في الماتش اللي قبله. في يعني. ابتدى يخش في المنظومة شوية. نتكلم على أجيه الاول وبعدين نتكلم على باجيه. اجيه ده من اللعيبة كبار جدا يا ايمن اللي جوم النادي لأهل الحقيقة. اولا شكله في آآ التسليم وتسلم في الكرة والاحتفاظ. والثقة اللي عنده. ان هو لما بيجي له الكرة. بيقدر يشوف اللعيبة اللي حواليه كلهم بشكل احترافي. بآآ بيخلل الكرة معنى وخطورة. وده شفناه وشواهد موجودة في كل مبارياته ازا. يعني الراجل ده لو ما كانش اتعاور التعاورات كبيرة الاصابة اللي اخده في رجبيته دي. وانه يرجع كمان تاني. دي معجزة من معجزات اللي الدكاترة قاله يعني ان الراجل ده جي على نفسه جدا ورجعت. مش ما اثرتش فيه كتير. انه برضو احنا كاي لاعب فينا بيتعور او اي حاجة. بينزل شوية عن آآ عن سلامة جسمه عن اللي بيتكلم على ديونج. ديونج بيديك مسلا داكي جدا لللاعب الاحترافي اللي انت تتمنىه يبقى موجود عندك في الملعب كله. فأثرت معاه شوية. انما لما هنتكلم عن آآ ديونج وآآ اجاييه ومروان ونازي. اسلوب اللعب اللي احنا بنلعب فيه اربعة اتنين تلاتة واحد او اربعة اربعة اتنين او ده بيفرق مع اللعيبة دي. اللعيبة دي اللي ما تبقى عندها انطلاقات زي ما انتتكلمتو على العالم علول وكان فيه مسلا بتاع رمضان بيدي حرية لآآ اجاييه انه يلعب الكرة اللي هو بيتمنها وانه يتواجل ويديك المفاجآت ويديك الاسست. فكل انت ساعات بيجيب الجول واحنا بنشوفها. ما مكنش متوقع ان هو اللي هيجيب الجول ده. صح. بتحركاته. هو خلي بالك ارقامه كمان. ارقامه قد تبدو جيدة يعني هو هو تاني هداف النادي الاهل. جايب خمس اهداف. عمل اسست اتنين وعامل تمنتاشر صناعة فرسة. تزديده على المرمى احداشر من تمانية وعشرين. تمراته الصحيحة تمانية وسبعين في المية. مراوغاته الصحيحة اتنين وتلاتين من اربعة وخمسين. التمرنات التمرنات البيانية الصحيحة تلاتة وعشرين. لما كنت قعد مع السادة وحفيزه كلام يقول لي يا شريف من احسن الناس اللي تستلموا كرة تحت رجلها كان زي قصير ما كده. عاش تغل منه كرة. راجل بيعرف يحظن ازاي وبيعرف ازاي وبيعرف ازاي وبيعرف يشوف لعيبته ازاي. والباس بتاعه امتى? يعني الراجل ادام عندك سقة انت عندك امكانيات وموابة بتبسطها في الملعب ده اهم حاجة من الفنيات اللي هي بتميز لعيب عن لعيب. يا جوز الراجل التاني اللي احنا بنكلم عنه ده اللي هو زي بتقول فلافيو وهو استنينا على فلافيو استني راجل ده لو لعب هو مراوان مسلا ممكن تفرق معه كتير اول ان يبقى فيه اتنين ده ياخد حريته اكتر يعني ممكن مراوان ياخد فرصته وراجل ياخد فرصته لو احنا بنلعب باسلوب تاني بتلاتة خمسة اتنين مسلا زي ما كان ايام بلعبه بجوزيه وكي بيبقى عندك متعب وفلافيو متعب بيفتح لفلافيو وفلافيو بيفتح لبتعب فشادي يلعب الكورة فمتعب يلعبها لفلافيو وفلافيو وعملها لابوتريكا اللي جاي يحط بشماله احلى واكبر ذكرى لنا في الحياة في الطولة افريقية فالتواجد جهو 18 بيفتح مساحات للناس انما انت ما تدخل السلطة فرود لوحده عادل كان فرود لوحده وقل له اعمل لي بقى من الاستعبل العرضيات اللي جاية واعمل وسوي وكان من ده بتبقى صعب عليك اول انما انت اياما طول عمرك بتلعب جنبك حد ده العين بتروح على حد وانت جاي سارق من ورا او انا ببقى جاي خاطف من ناحية الونجليفت او اسامة بيبقى شايف اي حد جاي هو الزيادة العددية كان فيه تمتع دايما بالحرية انما النهار ده انا لعب بفرود واحد بيلاب على اربعة ورا فبتدي حتى فرصة ان يروح اللي بطلع من جنبك بالما بيروح الباكرايت يكون نزل له واحد استلم بيعمل مجود مش مطلوب منه اللي هو كافرينج اللي ازاي يغطي المنطقة الدفاعية الاولى بالنسبة لأي فرق اه اجايه لو ما كانش يتعور اه الاصابة البلغة دي اعتقد انه كان حيبقى في اي حتة في اوروبا بصراحة ده من اللعيبة المحترفة اللي بتديك كمان ومتحسش به يبقى في الملعب بتلاقيه على طول صاحب انجازات اي اه على طول موجود في الملعب اما بعد الاصابة دي كان استحالة يلعب اي اي انما طول ما هو محافظ على موهبته واداؤه اا اعتقد انه هو عنده الراجل التاني اللي انت كنم تري عنه اا باجي باجي عنده حرية الفنش امتة بتاخد الفنش وامتة يسرق وامتة تروح للكورة كمز يعني جاية مش 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 هتيجي لأ هتيجي بس كل ما كان عندنا ازيادة عددية بيجي بالراجل ده بيبعنده فرصة كبيرة او اي اه عنده فرصة زي نجيب جوني عنده ازاي يعمل بطن رجل الكرة قوية مش بيعمل كرة وخلاص ضيع على قد ما تضيع ده عمل واحدة بالعرض يعني ممكن او احنا كلام انا وعادي ممكن اختلف اه على اداؤه انه شاف لعيبه راح اعملها بالعرض التاني اتلعبت لوليد سليمان خدها باحلة وراح اطيتها في الجون الجوني التاني اللي احنا جبناه في المباراة هو مش دي رؤية لعيب في الملعب اتلا يخش جواه الجيم اتلا يحس بالاداة طول ملعب اللي جنبه كويسين قوي هو اعتقد ان اداؤه حيتحصل كابنو سامع كنت عايز اكلمك على باجي برضو بما انك انت راس حربة يعني كنت راس حربة متميز وهدف ولكن قبل ما اكلمك على باجي عايز اسألك سؤال بمناسبة المدربين بمناسبة نهاية كاس مصر 2007 اتنين يولي 2007 اللي انت انزلت اه في الشوت التالت او التالي اه بديل وجبت الهدف التعادل للجول التالي في دي امية وستة وجول الرابع مية وسبعة في دي امية وسبعة يمكن كان لو الجمال حمزة جاب الجول التالت ناجي زمالك وانت بعد كده جبت التالي والرابع وانت نازل مصر مانو والقالك ايه هي كانت المباراة دي يعني غير مباراة الدور اللي احنا بنتكلم عنها بكرة دي مباراة بطولة يعني نهاية كاس ببقى لها حساباتها الخاصة شوي وليها استعداداتها الخاصة وليها ترتبها الفني من المدير الفني المباراة دي يعني احنا في المباراة نفسها ابتدى اعماد وفلافيو وكان فيه اهدف كتير جدا يعني وقتها فلافيو ضيع جوان كتير واعماد نادي الزمالك ابتدى الاول عمر زاكب الهدف بعد كده اعماد متعب هدف التعادل اه شيكابالا بعد كده ابو تريكا في اخر المباراة بنتعادل ده في الوقت ده في الوقت الاصل المباراة قابل الهدف بتاع ابو تريكا كان جات لي فرصة جات لي فرصة يعني شبه انها سهلة حط تطبقني رجلي لا بس انت اخذت انا انا الفرصة اللي كنت عايز اتكلمك كنت احبت فاكرة قوي لان عملها اسامة عملها بقريا انه حطوا جسمه خلى المدافع يسيب اسامة خالص والسامة حاب يعمل ايه بقى حاب يلعبها بنالتي طوح الجون بدا في حتة صح كان الكرة ابو تريكا بعملها بوش رجله الخارجي ففضلت تلف مستني الكرة توقف ومانو جزيره الشيش الملعب فبحط بطن رجلي طلعت من جنب العرض هي دي كانت يعني صحوبته كرة في كده حلوة لكن احنا كمباراة يعني كنا مسيطرين بشبه يعني كامل على المباراة اضعنا وقتها هدف كتير بس وانت نازل وانا نازل مستر مانو الالي في فرص كتير في المباراة ركز في فرصة عشان نقتل بها المباراة هو دا كان كلام مانو الجزير يعني فلافي بضيع وعمد بضيع الزمالك طبعا فرقة كبيرة وفرقة محترمة عندهم عناصر مهمة حلوة المباراة ان الزمالك بيسا نسجل واحنا بنتعادل زي في الاول عمر زاكي بعد كده عمد بنتعب بيتعادل تلات مرة الهدف التاني الشيكبالة بعد كده ابو تريكا في السواء الخير بندخل بقى في وقت اضافي يا مال حمزة صح وقت اضافي مين بقى الفريق اللي بدنيا واقف صح مين الفريق اللي زهنيا واقف صح هي دي كلها برضو بتحسم المباراة النهاردة انت مش تلعب تسعين ديئة بس غير مباراة بكرة تسعين ديئة مباراة دوري لا دا انت ليها ساعات خاصة الدك عندك بتلعب دور مهم فانا النهاردة ما قدرش اغير تغييراتي كلها وخلاصها وانا يسا عندي وقت يضف حساباتها مختلفة الحاجة التانية دخلنا الشروط التالت والرابع نهاردة دخلنا في المباراة بشكل قوي جمال حمزة فجئنا بهدف وهدف حلو جدا دخلنا احنا بقى الشروط الرابع يعني جبت انا جنف الديئة مية وستة زي ما هكتقول والديئة مية وسبعة احنا مجرد ان احنا تقدمنا خلاص المباراة بالنسبة لنا خلص انتهت انتهت كان مصر منويل انا فاكر كنا احنا مسافرين بعد المباراة دي كان عندنا طالعنا من الساد القاهرة تعاشينا في الفندق بعد كده طلعنا على المطار عندنا مباراة بعدها ثلاث يام في سحر العاج مع اسك واحنا في المطار مصر منويل قال ظروف المباراة دي بالشكل اللي حصل ده هيبى ليه تأثير نفسي على الزمالك لمدة سنوات طويلة مم ناكنتا النهاردة بتقرب منه مباراة القمة او بطولة واحنا خاصة الحمد لله في الفترة دي كنا مكتسحين كل المطولات دايما مباراة لالو الزمالك كنا بتوفير من ربنا سبحان الله بنقدر نحسمها فقال التأثير الزهني والنفسي هيسيب اثر معهم كبير مم فدي كانت حلوة المباراة مصر منويل دايما في مباراة قاله زمالك كان بيشتغل على التفاصيل الصغيرة كابتون السلام اشتغل معاه يعني كان مساعد في الجهاز الفن فترة كبيرة دايما المباراة الكبيرة كان بيقول لنا دايما التفاصيل الصغيرة ليه زي ايه بقى ممكن كرة سابتة كرة سابتة النهاردة انت بتشتغل عليها قبل المباراة تتنفس بشكل صح ممكن تحسب المباراة النهاردة تفصيلة مثلا تفصيلة صغيرة ممكن يكون فيه سلبية في مدافع مثلا انت النهاردة واحنا بنشتغل كمهاجمين لا ده انا النهاردة ممكن انا كمهاجم واحنا كنا دايما نقطر بتكلم في كابتون شريف النادي لحني كان بلعب اتنين مهاجمين ودايما تحتهم ابو تريكا كان شكل اللعب كده دايما شكل اللعب اختلف خلاص فانت النهاردة كنا اتنين كمهاجمين لازم تفتح الملعب بتفتح على اطراف الملعب معاكل المساك ومعاكل باك ومعاكل باك بتقدر تديم ساحة من قلب الملعب ممكن ابو تريكا ييجي ابو آآ بركات ييجي السرعات فدايما التفاصيل الصغيرة دي كان فيه تفاصيل معاك انت في الجول اللي جبته في الزاوية قالك في ماتش لا ده كان نهاية افريقيا ده كان نهاية افريقيا قالك تحطه كورة في الزاوية دي في المكان ده ودي عادنا نتبرن على في المعسكر كتير ازاي هو يوصل للعب التفاصيل الصغيرة ده عشان دي دايما اللي بتحسب بها المباراة لكن تفضل طبعا ورات الاهل والزمالك يعني 4 ا 3 دي يعني من الزكريات الحلوة دايما اللي انت قلت عليه كابتن ايمان مهم انت قلت عليه انت قلت في فترة الاولانية قلت ان النادي الاهلي بيكسب في الاوقات اللي هي في اخر المباراة النادي الاهلي ما بيقاس النادي الاهلي دايما بيشتغل تخيل المباراة بتاعة 4 ا 3 اللي كابتك انت بترجع ثلاث مرات ولما يتقدم فرصة منك مقدرش يرجع. هو ده الفرق ما بين الاهلي واي فرقة تانية. اي فرقة ممكن يتسلل لها اليأس. انت تلات مرات بتعوض يعني. المرة الاولى المرة التانية المرة التالتة في مباراة واحدة انت بترجع تلات مرات. المرة الرابعة لما انت وسلت انت جبت الجود. محدش ايدلك لانك عندك القدرة من بعد ما بترجع وتكسب. عندك القدرة التنظيمية والنفسية ان انت بتركب على المنافس في الحتة الدفاعية. وبعدين ممكن تعود بأهداف اكتر كمان. بس دي انت قال يا كابتان عادل ميزة لعبت النادي الاهلي على مدار السنين كلها. ايوة انا بقول لك يعني اه يا جات استثمارها في دي يعني انا بكلمك على انك اكبر مثال ترجع تلات مرات في مباراة. ولما تتقدم اه المرة الرابعة محدش بيجيبك. هو دي المهم. زي ما بتركب. معلاش. لا لا لا. زي ما بتركب. في بداية الدوري. المركز الاول. حط ضغط نفسي. في التاريخ. لو شفت تلاقيها حاجات بسيطة اول. لو ركبت من اول اسبوع كاول النادي الاهلي خلاص. يعتبر انك انت مش هتنزل بصعوبة خالص ويمكن بتبقى حاجة غير يعني مستحيلة بتحصل. ركبت المركز اول يبقى البطولة بتاعتها. نكمل كلامنا في النقطة بتاعت بجي الاول. بجي الاول. ولكن بعد هذا الفصل. مرحب بيكم مرة تانية يا عزائي المشاهدين. كان كابتن السامة عندك تعقيب على موضوع علي معلول واجاية. اه اه. يعني هي ممكن من يعني من حظ انا كنت مع مستر مارتنيول وطبعا الجهاز سيد عبد الحفيز وعظيمة وطريق سليمان. يمكن احنا اللي جيبنا علي معلول واجاية اه للنادي ومع محمد الشيناو حارس المارمى طبعا. وكان مراوان معز. اه بالنسبة لعلي معلول اه يمكن احنا اتهاجمنا فيه شوية لما جيه. لانه في ناس كان ساعتها طبعا تلات اجانب بس. فناس كتير انتقادتنا وحتى فنيين. قالك انه انتو جيبته باكليفت اه والمراكز اللي هي المفروض ييجي فيها افارقة. هي المراجس الهجومية غالبا. رأس الحربة. الرجل بلعب تحت رأس الحربة. الجناح. فعلي معلول انا بقول من ساعة ما الواحد اتفرج على كورة. هو صغير مثلا من السبعينات. ولعب وبقى مدرب. وحتى هذه اللحظة هو افضل لاعب اجنبي دخل فرقة النادي الاهلي. يعني في مرة على تاريخنا لعب كتير كانوا كويسين. منهم فلافيو طبعا. منهم جيلبرتو. منهم فليكس ابواجي. منهم اجايي. وطبعا غير اللي موجودين دلوقتي. علي معلول. انا في تصوري انه افضل لاعب عنده كل القدرات الهجومية. بيعرف يعمل كورة عرضية كويس. وصيارة طويلة. بيحطها بالمقاس. بيعرف يلعب مع اللعيبة. بيعرف يهدف. بيعرف يلعب ضربات سبتة. الدفاعيا كمان كويس. يمكن يعني مش بالدرجة الغير عادية. ولكنه مميز. وكمان بيقدر يلعب في مركز الجناح. فهو افضل واحد من وجه نظري جيف تاريخي النادي الالف الاجانب. بالنسبة لاجايي العيبة ممتاز. ويمكن كابتن شريف قالها وسامة وعادل. من مميزاته الكبيرة انه عنده حرية او عنده تحرك كتير قوي. بيسهل على زميله في الاستحواز. ولذلك ساعات مستر بايرا اللي لعبه رص حربة. بغرض انه بيستحوز مع لعبة وسط الملع. بيعرف يتحرك لهم. وبيعرف يسند معهم كتير كان بيعملها لما كان عبدالله موجود. كتير دلوقتي مع افشا مع وليد. مع الناس بتيجي من الاطراف زي حسين الشاحات. وزي رمضان لما كان موجود. ومجموعة اللي هم بلعبه تحت رص رص. فاجايه برضو من الناس المميزة جدا. رغم انه طبعا اخر ماتشين تلاتة اقل. التالت بتاعهم اللي هيبقى مميز جدا. اللي هو اليو ديانج. ده مكسب كبير جدا للنادي الاهلي. وكمان صغير وجاي. فده هيبقى برضو من الناس المميزة. طيب احنا كنا عايزين نتكلم عن الباجي. لان الكابتن شيف قال حاجة. قال ان هو ممكن يتقلق في طريقة اربعة اتنين اتنين لما يكون وقعت جنبه او بيلعب جنبه رأس حربة تانية. بص هو طبعا الاساليب الطرق اللعبة اتغيرت شوية في العالم. الاربعة اربعة اتنين الصريحة ما بقتش موجودة بدرجة كبيرة في الكرة العالمية. غالبا بتلعب واحد وتحته تلاتة او حتى احيانا بتلعب واحد اللي هو الشيادو ستراكة زي ما نزل كنا بتكلم على جاييه. وساعات انت بتلاقي برشلونة ميسي هو اللي بيلعب لكنه بيفضل بيلعب. اكنه وسط ملعب عين يتقدم للامام. فهي مركزية بتاعت اتنين رأس حربة تقليديين في الامام. هي تنفع في بعض المباريات. ولكن لابد انه انه يكون واحد مختلف عن التاني في طريقة اللعب. لكن لو انت حطيت اتنين اسطنبا واحدة زي باجي. لو مش شارك يلعب جنبه مرون محسن. ممكن يلعب مسلا جنبه اجايم. ممكن في حالة تعودية. ماشي. بس لازم لازم مع الكرة الحديثة دلوقتي. انه لازم حد فيهم على الاقل. اذا ما كانش الاتنين بيسقطوا لوسط الملعب عشان يسندوا في الاستحواز والسيطرة. لان انت دلوقتي بقى سهل جدا. لما يكون اتنين متمركزين في الامام. بتسهل على مدافعين الفرق الاخرى. يعني انت المدافعين يتمنوا انه يبقى رأس حربة تقليدي جواهة 18 او اتنين. ويتلعب عليهم بتلاتة او بخمسة وتقفل عليهم كويس. لكن دلوقتي بقت الاجنحة هي الخطيرة. الناس اللي بتيجي اللي هو زي او تسعة او نص ده اللي هو بيجي من تحت. بس في حاجة. اه. لكن دي بتستعملها احيانا. في بعض المباريات. زي ما هم بيستريحه. انما هم يشوفوهم الاتنين انما الاتنين ده ممكن يعملوا السويتشات ويتعبوهم. اه. الحالة بقى الدفاعية وهما اما بيجي كيبه الديفندر بتاع الفرقة التانية. انت بتشوف فرقة بتوصل لغاية نص الملعب عشان فيه. دفندر اه مهاجم واحد. زي براهومي فيتش مثلا. اه. لو فضل له واحده قدام. اي حد هيطلع مع الاطراف مش حيل هيجيبه. مش حيل هي. انما بيبقى فيه اتنين عمودين وقفين. بيصدوا اول خط بالنسبة لك دفاعي. دي بيبقى لها ميزة كبيرة. خلينا بس. في دور يا عسامة. اه. اه. في الحالة دي. حكاية ان انا بيبقى عندي اصابات كتير. او عندي لعيبة. انا عايزي بقى عندي دقة قوية. عندي بتاع. اه. يمكن الفكر هنا بيغير في اسلوب اللعب. وده صعب جدا على فيلر او على اي حد. انه فجأة يفاجئنا بكرة باسلوب لعبة جديد. يعني. خطر برضو في نفس الوقت. اللعيبة متعودة عليها اللي. انه احنا بنتكلم في حالة. ام. ام. امت يا تميز وانت يا? لما بيكون فيه الشادور. اللي بنتكلم عنه. او اللي هو بيوري الكرة. ما حدش وقت باله منه. يقدر يعمل وان تو سريع يقدر. زي ما عملها في ماتش. ايوان. 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 ازا حصله السابورت وحصله الحاجة. فبقى لنا وحنا كسبنا بالشكل ده. فلو كان فضل مستمر بهذا الشكل. والفرقة فضلت يا عسامة. نفس هذا الشكل. اعتقد ان احنا كنو حيبقى للراجل ده. حنشوفه اكتر. او نقدر احنا كمان نتقيبه. مش هنقول اكتر اكتر. خلينا احنا نتكلم هو دخل فريد ناد لهلي في شهر واحد. تبكرونا النهاردة في شهر تلاتة. مضبوط. من شهر واحد شهر تلاتة في شهرين. وانت برضو دخول لاعب اجنابي في نوسم. مضبوط. انت محتاج وقت عشان يتأكل. تمام. دخل في وقات صعبة واسبت. او او شفنا منه زي ما قولوا الماكنة طلعت قماش. شفنا مباراة ساندونز اللي كانت في السادة القاهرة المباراة الاولى. دي دي. نزل الشوط التاني صنع راكل الجزاء. كان الهدف التاني العلي معلول لسددها. وكان يعني. فيه انتاج. اه فيه انتاج. الحاجة التانية مباراة بيرامدز. نزل في الديها تمانين. صنع الهدف بتاع آآ ديانج. وهو سجل هدف. احتسب لي لما برضو ديانج سددها وخابطت فيه. وغيرت اتجاه. نشوف بعد فترة التوقف. دخل النهاردة مباراة الانتاج الحربي. برضو صنع الهدف بتاع عمر السلية اللي سددها. الهدف بتاع اسوان. اه سجل هدف. مع نوياته بدأ ترتفع. شوفنا في مكرات الودية برضو. بدأ فيلر يدي له مساحة اكبر. فالنهاردة اللعب الاجنبي. ببقى محتاج وقت عشان يدخل جوه الفرقة. فيه برضو نقطة مهمة جدا في اليو باجي. الناد لها لساعات لما بيتضغط في وقت ما لاوقات بنشوف دلوقتي الكرة الطويلة. النهاردة اللي بتتعمل على باجي ان يقدر يستلم. محاطة. تحت ضغط او محاطة او النهاردة يقدر يحرك بدماغه يمين او شمال. وعملوا بشكل كبير. وعملوا بشكل كبير. كمان عملوا في افريقيا. المباراة اللي هناك. لعب فيها بشكل اساسي. تسعين ديئة او خمسة وتمئين ديئة. ارهق الدفاع هناك كله. ده بشكل برضو شكل جيد. فالنهاردة لو بنتكلم عن عشان نقدر نحكم عليه بشكل كبير. لا لسه. لا يعني النهاردة خامة مبشرة قدرنا نشوف منه حاجات كويسة. في الاوقات الاوليلة اللاعب فيها. في ظل ان هو دخل الفرة زي ما يقول ما اخدش برضو وقت طويل عشان يقدر يتاقلم. لكن خامة مبشرة ان شاء الله يعني نقدر حاجة عاجل بس قبل ما تضيف. وعايز اتكلم على واحد تاني كمان. مروان محسن. مش ممكن هيشيل لي واحده. طبعا. استحالة. مساندة مهمة. مساندة سفورة الاي فرود عندي في مصر. لازم معي واحد تاني بيجيلي زي السلية. السلية اول ما بيقطع بيخدش جوه العلي معلوس. وبتتلعب لبرا بيروح. حطوطها ببطن رجلو لها. مين اللي خلت العين كلها رحت عالفرود. لما حدشش شاف سلية هو جاي. تفضل. وسه يا كابتين اقول لك حاجة مهمة هي مودة مدرب او ستايل مدرب. آآ فيلر من المدربين لو انتم رجعتوا كل المنشطات الكبيرة بيحب الفرود بتاعه مش متحرك. تمام? اجا ايه. عشان يبقى محطة. ايه. دايما حتى وليد ازارو مسلا لما جيه. الفترة اللي هي بتاعت ازارو. حتى هو مش مش اقول اللي هو مش معجب بيه قوي. لكن عاوز اقول لك انه ده ستايل لعبه بيحب القادمين من الخلف. ده طريقة لعبه. تلاقي لعب شامل في النص التاني. اللعيبها لها مركزية عنده. ودي مودة قرة القدم في الوقت الحالي وانت لازم تواكبها في كل العالم. ما في دلوقتي فرود متمركز زي زماني كانت. خلاص. انتهى الموضوع ده. عارف ليه? لان لو شفت كل فرق العالم. هتلاقيه خلاص. السبات ده انتهى. مفيش حاجة العب باتنين كمان. انتهى. لانه القدرات البدنية بتاعت الفرق ما تستوعبش انك انت الاتنين اللي يبقوا قدام يرد منهم واحد مش تاخد منه حاجة. انا مش فاهم حاجة. بس انت بتقول بيحب الرجل بيعمل محطة? لا انا بتكلم على موضة كرة القدر. ده انا بتكلم على الفايلر دلوقتي قلتلي انت بيحب بتاعه ويبقى عامل محطة قدام. والحكاية دي تلاغت كلها. لا مش تلاغت يا كتب. انا بتكلم في ايه? انت حتة الاتنين روس حربة اللي تلعب بيهم. انت هتفض في وسط الملعب. هتفض في وسط الملعب واحد. الردة ما بتبقاش في الوقت ده. التجهيز بتاع اللعيبة. انت ليه اللعيبة بتاعت اللي بيجروا دلوقتي من عشرة اللي 11 كيلو. احنا في مصر ممكن نجري من تسعة ونص او تمانية ونص لتسعة ونص اللعيب بيجري. انت فاهمني? فانت ما تحمليش واحد في وسط الملعب زيادة هيجري له حداشرة اتنشر مش هيعمل لك انتاج. وممكن يتعوى. ومش هيعمل لك الوقف الجمد. عشان كده حتت ويكباتن قالوها. كابتن قسامة قالها. وكابتن ايمن قالها. لما انت بتلعب باتنين روس حربة. وكابتن قسامة كمان نتكلم فيها. بالسرط دي با كمبي بيبقوا فرحانين جدا. ليه? فرحانين في حالة ايد. اه فرحان. في الحالة. وعندك الظاهير اللي هنا والزاهير اللي هنا. هو فيلر يعني متغير دايما في طور اللعبة. ايوه. يعني شفنا احنا في مباراة كمبي بلعب اتنين. يعني شفنا ايه. شفنا مروم وحسن. وسامع انت لو لعب تلص حربة. وكرة ما جتلكش خمس داي كده او ثلاث داي بتعمل ايه? بتروح ساعت لتحت. عايز تعمل وان تو. عايز تاخد اي حالة. بس في ناس امكانيك يا. انت لو كرة ما جتلكش عادل. شفنا. بس. كابتن سامة بعضينك عايزين عايزين قبل النقطة دي. اه. قبل الماتش القمة المية وعشرين. عايزين نتكلم عن مشوار النادي الاهلي ومشوار نادي الزمالك في الدورة. النادي الاهلي لعب عشرين مباراة. طبعا في مركز الاول عن جادرة الاستحقاق. نقطة ستة وخمسين. مكسب تمنتاشر. حزيمة ما فيش. وان شاء الله تفضل كده لحد نهاية الدورة. تعادل مبارتين. طبعا صاحب اقوى خط هجوم اتنين وخمسين هدف. واقوى خط دفاع عليه خمس اهدف. لو بصينا النادي الزمالك هنلاقي لعب عشرين مباراة. المركز الثاني. نقطة تسعة ثلاثين نقطة. كسب حداشر مباراة. تهزم ثلاث مباريات. تعادل وتعادل عنده بير شوية ست مباريات. له خمسة وعشرين هدف. يعني معنى كده ان النادي الاهلي ضبل. ويزيد كمان. وعليه اربعتاشر هدف. لو بصينا على قيمة النادي الاهلي لمباراة بكرة. هنلاقي في حراسة المرمة محمد الشناوي. علي لطفي. اسطافة شوبير. خط الدفاع وحيد. علي معلول. احمد فتحي. حمد هاني. ياسر ابراهيم. رامي ربيعة. ايمن اشرف. خط الوسط. عمر السلية. حمدي فتحي. اليو ديان. عربي بدر. وده تقريبا الناشئ الوحيد اللي موجود. حمد مجدي افشا. جيرالدو. وليد سليمان. جونيور اجيين. وخط الهجوم. مروان محسن. وقاليو باجي. قائمة الزمالك المباراة الاهلي. ابو جبل. جنش. حمد صبحي. تلح رص المرمة. محمود علاء. الونش. عبدالغني. حسام عبدالمجيد. حازم امام. عبدالشافي. طارق حامد. برجاني ساسي. زيزو. وباما. اسلام جابر. اشرف بن شارقي. ونجم. حسام اشرف. مصطفى محمد. حسام فيصل. كاسونجو. عمر السعيد. لو استعرضنا قايمة النادي الاهلي. عايز كل واحد فيكو يقولي. التشكيل المحتمل من وجهة نظره. او الامثل من وجهة نظره. لمباراة دوك. الامثل ولا من وجهة نظره. الامثل من وجهة نظره. كده هو في الاخر خالص حيبقى التشكيل. اللي هو بتاع فيلر. ولكن حديكم فرصة هتفكروا. ولكن لحد ما تفكروا. هنطلع فاصل. ونرجع لكم مرة تانية. ونرح عبداليكم مرة تانية يا عزيزيزي مشاهدين. وحنتكلم عن غيابات النادي الاهلي. وغيابات نادي الزمال. غيابات النادي الاهلي بكرا. ان شاء الله. حسيني الشحات. كهربا. احمد الشيخ. متولي. رمضان. جابات الزمالك انا شايفها مش مؤثرة قوي. يعني عبدالله جمعة وده ما كانش بيلعب بصورة اساسية. بيلعب محمد عبدالشافي. عبدالله جمعة تلت انذارات. شيكابالا. وامام عشور. والتلتة تقريبا. يعني تقريبا ما بيشاركوش بصفة آآ رسمية مع نادي الزمالك. آآ كاب شريف. احنا تكلمنا عن التشكيل اللي انت شايفه من وجه نظرك. للنادي الاهلي في امبارات بكرا. انا عمري ما قلت تشكيل ومستر فيلر مش عليه. عادي تشكيل لوحده. يعني انا عايز اقول مروان محسن حيلعب بكرا. على اي ما كتبتش انا مروان. كتبت اجاية. انا كتبت اجاية. بكرا عليها حطت مروان. لا اقول لنا التشكيل اللي انت اختار. العادي الشناوي وفتحي وياسر ابراهيم وربيعة ومعلول. قدامهم ايليوت يانج. المينهم وشملهم فتحي وسليل. كويس? جيرالد وافشة واجاين. ده مقدارش. اولى مرة ثانية ما بيزر مالش. شناوي. اه. احمد فتحي. ياسر ابراهيم وربيعة. معلول. ايمن قشر. اتراف. يا لأ. اي ما اشوفها. لا انت كده. ايليوت جانج. اه. سولية اه حمد فتحي. هلعبهم ازاي دول? مين في النص ومين فيه اتنين قدام مسلا وواحد وراء ولا? ديانج لغة اه واصل بين الديفندر وبين سولية وحمد فتحي. سولية وحمد فتحي قدام. اه. عشان يبقى فيه حرية للسولية شوية. انه هو يبقى بيساعد مع جيرالد وافشة. وبيكمل. مسلس معهم. يقدر يكمل. بالنسبة الاجيئة هو اللي هيبقى راسل الحربة. اما كانش يبقى بقى. حسب رؤيته. انا شاف ان اجهز يعني اجهز في اول خمسة اواربعين ديال. دي فرصة ده اللي انا شايفه. كابتان عاد. يعني اه لو لو حبيت اتكلم على عدلة اللعب. ممكن تقعد لعيب مهم. لكن التكتيج طالب كده. يعني مثلا لو لعبت الشناوي. فاتحي. رامي. اي من اشرف. علي معين. اطلع في وسط الملعب. انا محتاج امن المباراة دي. محتاج ان انا اضغط على زمالك واللي اعملي. فانا عشان كده. هلاعب اتنين تيفندرات. اللي هو السولية. السولية ومين? وديانج. السولية وديانج. وخلي حمد فتحي معي بره. ليه? علشان اعدل طريق اللعبة. لاني ما ينفعش في المباراة بين يوم والليلع. طيب بس تأذنك بس معلش. هناخد تشكيل الكابتن شريف الاول عشان ينزل. ماشي. اوكي. وبعد عشان نشوف بس الفروقات. اه. ماشي. ناخد تشكيل الكابتن شريف الاول يا سامير. ماشي. قول يا كابتن شريف بعد يزدك التشكيل تاني. شناوي. شناوي. احمد فتحي. احمد فتحي. ربيع وياسر ابراهيم ومعلول. ام. ايليو ديانج. سولية. حمد فتحي. وده سولاسي سطارة في نص الملعب اه منه اسلوب دفاع واسلوب ضاغط على السابورت للفراودة بتوعنا اللي هما جيرالدو افشا واجايه. واعطاك ان دول الاجهز سبطانيا في التعامل في هذا المسلس يمه. كويس. ماشي. احنا كابتن شريف قال تشكيل من ضمن تشكلة. او من تشكلتنا الخامسة يعني. ممكن نتناقش فيه. كابتن عادل ايراك تشكيل ايه كابتن شريف. يو قال ايه شريف shields ايه. قلي entra فتحي. ايوة ايوة انت حطيت يسر اي اشرف مجود. ا ا ا ا و رامي حر. يعني ا lasz человек. ايو ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا. ا ا ا ا و موجود. لا. اه مش حد. اه اه مش حد اي مناشي. نعم. اليو ديانج وسولية وحمد فتحي. اليو ديانج ليه لغة ربط بين كديفندر وكحالة اللعبة ببقى فيها اقاع شكله ايه? يقدر يزيد لغاية بعد نص الملعب شوية. يعمل بيقفل مع اللعبة كلها. ان اي كرة بتتردى او اي حاجة يقدر يطلع فيها اطراف احمد فتحي. يقدر يطلع فيها علي معلوم. يبقى ده زابط اقاع في الحتة دي. اه سولية وحمد فتحي ليهم الحرية في السويتشات مع بعض. مين امتى بيبقى فيه مهاجم فيهم? ومين هو اللي بيساعد في حتة نص الملعب? وانه يوم لها ما يبقاش في ايه? فراغات كتير قوي لساسي او بين شرقي. يلاقي دايما فيه ناس عندها سرعة بتقدر تجاري اللعبة دي. انا لما سألتك على موضوع اه رامي ربيعة انا بسألك تحطف انه ناحية. العدلة يعني. العدلة بتاعته. العدلة خلف اه. لا يعني مين اللي هيلعب ناحية الشمال? لا ايمين. ربيعة ايمين. اه. دي قص دي. اه. اه. جيرالدو وافشة. بايس. افشة همتج من ال. جيرالدو جيرالدو شوفناه الماتشي اللي فاته لكابتن شريف. اشتكى من العدلة الخلفية. وكان الفرق يعني ماتشين يعني يومين تلاتة. يعني. انا لو سليم. اه. يبقى عندي حد بيملالي حتة السرعة على الشمال دي. او ناحية يلمين هو بيحب يلعبه كده او كده. راجب يلعب الحتتين الحية. ايه. بيشد الفرقة بتاعتي. وبيتقدر تاخد الفرقة بتاعتك كده كله. طب لو هو مش سليم بنسبة مية في المية. تفضل انه يشترك من بداية المبورة ولا يقعد احتياطي. لا. لو مش سليم مية المية احتياطي. انا ما عرفش ان انا عنديش ما بحبش لعيب من سليم المية احتياطي. يعني يروح يقعد احتياط موجود خالص. موجود خالص. يعني انا عشان ما اخسرش كبان اخسره كتغييرة او انا عرضه ينزل يتعوق تاني. اه. اه. عشان ما تخسرش الحاجرين. يلعب 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 يلعبش. وبعدين في في ناس بتفكر في لعيبة معنا تاخد اول خمسة واربعين دقيقة. اه. تاخد اول ستين دقيقة. يعني كلنا نفسنا في قوليد سليمان يبقى جواه التشكيل. بسهر راجل بسيصله في اني شكل. بسيصله في اني اه انتاج. عايزة استفيد منه باي شكل. يمكن ينزل في وقت. يقدر يخلص المباراة بفكر بمهارة بحاجات. من الحاجات اللي هو مشهور بيها وبنعرفها. انا اتمنى انه يبقى في الملعب من اول دي. بس هال الحال فنية. الفيزيك الفيتنس بتاعه مجهز. انه ما يجلوش شدة بقى ما يجلوش حاجة ما. يبقى عليه ضغط من اول مباراة. تعرف المباراة في اول ربع ساعة بيبقى فيها ضغط نفسي غير عادي. ازاي تمتص الحكاية دي ازاي؟ بيبقى فيه لعيبة معينة تقدر تخليها كده. وفيه لعيبة متمرسة. ان هي عايزة تشوف تستغل اي عرضيات بتيجي او اي حاجة تجيب منها هدف. هو ده بيبقى كل واحد مركز في يومها في الفنيات والقدرات بتاعته اللي هو حداني في الملعب. فانا دايما بحب بقافشة ليه بعضته دايما في الفرقة. لعيب كرة وعنده تمبو وعنده اقع. ويقدر يساعد اول فتح وسلية. يدروا يعملوا كرة مع بعض. يدروا يمسكوا الملعب. يزهى الفرقة اللي قدامه. امتى يمشي كرة بسرعة? امتى? بيروح على التمنتاشر. ده بيعرف يسدد. ده بيعرف يعمل الانبتوين. وده بيعمل كل حاجة. فالعيبة اللي عندها كرة انا بحتاجها في مباراة زينات الزمال. كوي. في التشكيلة انت ولتها في نص الملعب ديانج حطيته انت في في النص وعلى يمينه سلية وحمدي فاتح على الشمال. ما كانش الافضل ان انت تخط حمدي فاتحي هو اللي في النص وديانج ناحية اليمين والسلية شمال وزي قدامه يعني. مسلس. واحنا بالزبط مسلس. واحنا شفنا آآ مستر بايلر ماشر اسوان عملها. وديانج راح لقعد ناحية اليمين. وكان مميز فيها وعمل شوت كويس. ماشي الله. انا بحب ديانج ده يستريم لأي اخطاء بتحصل من نص ملعبي او من اطرافي او اي حاجة. يبقى راجل ده الخطوطين جاي كده او خطوطين. انا كشريف. مم. احب الراجل ده عنده. عنده سرعتين عنده الخطوطين. اختبوط. مم. بيعرف يجري يحط رجله يمين كده. يحط رجله شمال. انما انا ما احطه في طرف. هتديره مسئولية الطرف. وخاصة انا عندي الطرف اليمين اللي انت بتكلم عندي. صح. احمد فاتحي. قلب الملعب احسن. قلب الملعب تحت عندي. اختبوط بالنسباني. وبعدين ايه ما شاء الله. مم. يا رقص واحد واتنين هب على ايه بقى في عند خط التمنتاشر ناحية التانية. ويقدر يعمل وانتو. ويقدر يعمل كل حاجة. وفي نفس الوقت بتاعه هايل. ده اللعب الوحيد اللي عندي الله هو اكبر يعني. مم. ان انا لما بيبقى في الفرقة وانا بتفرج. بقى مش قلقها. مم. ايه باصي غلط يا ايمان. عادل عملها نفسه يعمل واحدة اتردت علينا. صلى الله. الراجل ده على طول لمم. صلى. يجيب. اه. وليه انا عملت الستارة بتاعة سولية وحمدي فتحي. ان حمدي فتحي اقدر واحد دلوقتي راجع عايز يلعب عنده نفس. ما شاء الله الحمد لله ختا. يقدر يساعد برضو وعندهم الاتنين كورة. ايه. وعندهم الاتنين ثقة. ايه. انا بقى عايز سولية بكرة خلاص للماتش. ايه. فلازم احط له اتنين يشيلوه. ايه. انا مش عايز اقول له انا هلعب عايز هلعب ازاي? انا عايز ادي حرير بقى السولية اهو مش مش دي فندر. ايه. لا دا 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 اللي بيتكلم عليه اسامة. ايه. اللي هو انا لما هيبقى فيه ادى ا ا ا ا ا ا ا اسمه ايه ا 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 به لعبه زي افشا كده مع في تيه يقدر يلعبه الناس دي? الناس دي بيحتاجة في المعب. احسب الحالقة الجاهزية يا عيما للفرقة. ازاي بيقولك انا احسن واحد دلوقتي يقدر يفادني يهتلي الفرقة بتاعت محمود علاء والناس دي كلها يبقى بيطلع معه مهم. لما يقدر مراهور محسن ده ينط ويعمل يزاح لا لا. يقدر ده ما انتم بتتكلموا عنه. يقدر ياخد الحاجات العالية دي اللي ازبط لنا قبل كاته. بسي لازم يبقى فيه سابورت. الواحد لوحده في المنطقة دي كلها عادل صعب اقوى. طب نروح نشوف تشكيل الكابتن عادل. وقلل بتشكيل الكابتن عادل لسا ما حد. آآ من وجهة نظري الشناو زي ما قلت فاتحة رامي ايمن اشرف معلول. انا بلعب بالسلية وديانج. اتنين ديفندرات عشان ما. وقافش قدامهم. وليد سليمان وقاجيه وباتجي. مين اتنين ديفندر? سولية وديان. سولية وديان. وقافش قدامهم. السولية فين? الاتنين ديفندرات يمين وشمال. انا مش هلعبهم طرف يا كابتن. ماشي. ماشي. انا وجهة نظري في ايه بعد ما قلت لك التشكيل. ما ينفعش في كم الاصابات وتغيير اللعيبة تغير كمان طريقة لعب. صعب جدا في يوم وليلة تغير طريقة لعب. انت المباراة اللي فاتت كانت من ثلاث يام. رغم. رغم. اللي عايز اقول لك طريقة اللعب بتبقى سلاسية جوه الملعب. الناس لازم تعرف ديه. يعني ما فيش حاجة اسمها انا بلعب اربعة اربعة اتنين يبقى انا بلعب اربعة اربعة اتنين. انا لما ببدأ اربعة اربعة اتنين ده سيستم. لكن وانا في الناحية الهجومية بتغير طريقة اللعب. لان لو عملتها عدديا هتلاها مختلفة. وانا في الناحية الدفاعية بتبقى مختلفة بطريقة اللعب. يعني انت بتتكلم على تقريب. بدليل ان مستر فيلر لما طلع ديهنج ناحية اليمين ما هو عارف ان هو ما يلعبش طرف ما عندوش السرعات اللي يبقى وينجي مسلا. لكن هو اللي طلعه لفترة معينة علشان يعدل طريقة لعبه ويمشي على طريقة لعبه اللي مش عاوز يغيرها. فلو هو بعد الاصابات اللي عندو دي كمان وغير طريقة اللعبة هتبقى فيها صعوبة كتيرة. عشان كده انا عملت نفس طريقة اللي بيلعب بيها. اللي هي اربعة اتنين تلاتة واحد. ونفس الاستقرار. بس هي هنا حتة وليد سليمان بقى. انت وليد سليمان بدأ بيه. انا لازم مبدأ بيه. عارف ليه؟. في اوقات النحة النفسية عند اللاعب تبقى مهمة جدا. انا شخصيا شايف ان وليد النجاحات اللي بينزل بيعملها هي اللي مخلياه يبقى عنده النحة النفسية جيدة في حتة انه بيعود احتياطي كتير. انت فهمني؟ لكن هو في الوقت لما انا يغيب عندي كتير وملعبش وليد سليمان هتاجه امتى. وبعدين انا ممكن اتديله. اه ستين دقيقة. بس خلي بالك كابتن عادل هو بينزل. بس هو متوسط لعب وليد سليمان ستة وتلاتين دقيقة تريبا كل مبارا. هو بينزل عنصر مؤثر. يعني حتى لما بينزل بيغير لك النتيجة. بيحسم لك باش. بيزيد وبيشوف شكل تاني. بزل انك كامل. فهمني يا كابتن دي مهمة. انت عندك لعيبة مصابة سبعة ممكن يغيبوا عنك عن تشكيلك الاساسي. فهو لما بينزل في السبعة اللي هم بيغرقوا الفرقة بينزل وليد يعمل انتاجه العالي. كويس. لكن انت بتتكلم على فيه تغيير عندك خمسة ستة جدادة يلعبوا المباراة بكرة. فيه لعيبة ما لعبتش بقالها فترة. من الاجهز هل وليد بانه ينزل في الفترات اللي بينزل في الفترات ولا اللعيبة اللي ما لعبتش بقالها مدة. كابتن عادل اذا كلمت انت حطت مين ناحية اليمين. اذا حطت فتح. لا لا قدام. قدام فتح مين. تلاتة تلاتة. حطت وليد. حطت وليد. وقفشة. وقفشة واجيه وباجي. اه حطت باجي قدام. حطت باجي قدام. ووليد. طيب. لو اتكلمنا عن التشكيل بتاعك. وان انت حطت وليد سليمان يبدأ المباراة. كويس. وقفشة. واجيه. وكل الاوراق بتاعتك رميد بيها شوط الاولاني. تمام. طيب. احنا خلي بالك ان انت الدكة لازم تكون مؤسرة برضو شوي. حمد فتحة على الدكة. كويس. ممكن يغيرلك تريقة لعبة. دي رقم واحد. عندك جيلاردو. موجود بره. وعندك مروان وحسن. الحاجة بقى المهمة اللي عايز اقولها لك كابتن ايمن. هي على الورقة. ممكن يكون افشة بالشكل ده. لكن في لحظة. هتبص تلاقي دي يونج نزل قدام الاربعة المدافعين. ونزل افشة بجانبه. ونزل وليد سليمان ناحية اليمين. واجيه نزل ناحية الشمال. تحولها الاربعة واحد اربعة واحد. في الحتة الدفاعية. ما هو انت فيه لازم يبقى فيه مرونة تاكتيكية للامر ده. ليه انا بديت بباتجي. عشان حاجة مهمة جدا في الوقت ده. علشان بدأت اعمل طرفين. ممكن يعملوا له. قروصات. قروصات عرضية. ممكن. احمل عليه قدام. في الدياج نال الجاري بتاعه القطري. ام ممكن ادي له الكرة احمل عليه قدام. بغض النظر عن الفترة اللي ملعبهاش كتير باتجي. ولكن قونه انه جاب جوني الاخير. فممكن يكون فيه دفعة ليه كويسة. ممكن تخلق له فرص اكتر. ممكن يبقى فيه تحدي اكتر. ولكن الوليد. انا ليه عاوزة لعب وليد من وجهة نظري. علشان ما ينفعش الغيابات دي كلها. ووليد برضو يفضل احتياطي. هتوصل ناحية نفسية عند وليد. افرد وليد نزل مباراة واثنين وثلاثة هو احتياطي وما وفقش. يبقى حتة الاحتياطي عنده الصفر مباراة. لا بس اعايز اقولك حاجة في النقطة دي. واضح جدا ان وليد راضي بالوضع دوت. لانه حاسس انه لما ينزل الشهد التاني. عشان النجاحات. عشان نجاحات. عشان نجاحات وليد. بزاف. انت لو فاكر وليد صلاح الدين. جي عليه لحظة مع هارس. ايلان هارس. اي. لما جي عليه لحظة وليد صلاح الدين كان بيقعد احتياطي وبينزل يكسبك بينزل يكسبك بينزل يكسبك بينزل يكسبك. وكان منقذ لك في اوقات زي وليد سليمان. اي. وليد سليمان على فكرة لعيد محترف جيد. شخصية متزنة. اللي بيخليه يعمل كده ان هو شخصية متزنة يا كابتن ايمان. اي. ولكن. ولكن. انا في ظل الغيابات دي كتير. وما لاقيش وليد يبدأ المباراة. انا شخصيا. في الحتة النفسية احس ان وليد ممكن يعني انت بقى شكويسة لي. كابتو سامة. اه تشكيلك السري اللي انت كنت مخد بالورقة زي ما كون احنا من تعالى السنوانية عامة. اه. ومش عيس سوريا حد. ممكن تقولهول ده بقى. انا اقول لك وجهة نظر انا. انت لما بيحصل اه. قولنا تشكيلك الاول. ما انا اقول لك. ما انا بيحصل غيابات. ما انا هقول لك انا بانيته على ايه. لما بيحصل غيابات. وبالذات غيابات النادي الاهلي في منطقة الاطراف. حاجة متنين. يا بتغير بتغير بعض مراكز اللاعبين. كمدرب بتحول تغير بعض مراكز اللاعبين. كويس. او تغير طريقة اللعب. ميستر بايلر معظم المشاكل بيلعب اربعة اتنين تلاتة واحد. اي. فالافضل انه يستمر بيه. لكن ممكن يلعب اربعة تلاتة تلاتة. بيحط تلاتة ارتكاز. يعني بتغير مراكز اللاعبين او تغير طريقة لعب. اي. انا بنيت ان الفرقة لازم في البداية تبقى قوية جدا. ولازم يبقى عندي احتياطي كويس جدا. خاصة. كويس. ان دلوقتي في تغيير خمس لاعبين كمان. يعني في خمس لاعبين. انت ممكن ما تقدرش تستعمل انت كاهلي في ظروف الغيابات دي. ممكن ما تقدرش تستعمل الخمسة. كويس. فلازم يبقى في ناس مؤسرة برا. فانا ابتديت بالشناوي. ماشي. هاني. رامي ربيعة. ياسر ابراهيم. ايمن اشرف. في نص الملعب. ايليو ديانج. والسولية. والثلاثة اللي احتراص الحربة. اجايه. وقفشة. وعلي معلول. ايوا. وقدام باجي. انا هقولك وجهة نظر انا الشخصية. انت عندك مشكلة في الاطراف. مشكلة في الاطراف الملعب. فعلي معلول من الناس اللي بتجيد مركز الجناح الايصر. وانا كان عندي تجربة شخصية معاه. انا مسكت ماتش اسك ابت جان. بعد مستر مارتم يور مراحل. ولعبت صبر رحيل. وقدامه علي معلول. عمل مباراة غير عادية. وتعدلنا في اسك صفر صفر كتأخذ مباراة. وبيلعب في منتخب تونس احيانا كده. وبيلعب يعني بقدر يلعبها. مش مش ممال. تاني حاجة. علي معلول بقى من مفاتيح لعب النادي الاهلي اللي الزمالك بيركز عليها قوي انه يوقفها. طبعا. والماتش اللي فات بتاع الصبر لعب له زيزو ناحية الجناح اليمين. عشان هو بيجري اكتر من بن شرقي. فتملي قفل عليه. بيخليه طلعه. عشان ما يتقدمش كتير. ايمن اشرف لما يلعب في مركز الزهر الايصر. رغم انه في القلب الدفاع افضل. ايمن اشرف مش مطلوب بانه بقى انه يهاجم كتير. مطلوب انه يتمركز كويس. انه يساند علي معلول في الحتة الوجومية بشكل معين. لكنه مأمن مع ياسر ابراهيم ورامي. وانا قلت رامي وياسر ليه. لانه رأس الحربة بتاعه مصطفى من اميز حاجاته عنده. انه بيلعب دماغه كويس. طح. فياسر ورامي عندهم التميز ده اكتر من ياسر. من اكتر من ايمن. فايمن نستغله في الحتة دي. انا لو محمود وحيد. كان مكتير. قلت لك محمود يلعب. وقدامه معلول. بالنسبة الافشة انا عن نفسي مش عايز اطلعه من المنطقة اللي هي تحت رأس الحرب. مصدر خطورته. والماتش اللي فات كان افضل فترة ليه لما كان بيلعب تحت رأس الحرب. بزبوط. كان بيلعب الفرقة كويس قوي. كان بينقل بيعرف يستلم ويسلم. وانت محتاج سيطرة في نص الملع. معلول بباصي كويس جدا. عنده استحواس كويس. افشة عنده استحواس كويس. اجيه عنده استحواس كويس. صحيح هي المشكلة شوية عنده اجيه انه بيميل اكتر لراس الحرب او ناحية الشمال بس يقدر يلعب ناحية اليميل. واحيانا ممكن تتبقى مع افشة. يعني افشة يفتح نهاتي من هو هو اللي يجو في العمق مع 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 اليو باجي. ايه. مع اليو باجي. بالنسبة انا حطيت احمد فتح احتياطي من وجهة نظري ليه. ووليد. لانك انا قلت لك انت هتحتاج احتياطي. لانك انت مش عارف ظروفه الماتش هتمشي ازاي. احمد فتحي يقدر يلعب في الزهير الايمن. وكان عادي ان انا حطه مكان هاني. ما فيش مشكلة انه يبدأ. يقدر يلعب اه قلب ادفاع. يقدر يلعب مساك. عنده خبرة. يقدر ينزل. يغير معاك. وليد سليمان نفس الشيء. لو وليد سليمان ظروفه زي قبل كده. كنت اقول لك يبدأ على طول في الجناح اليمين زي ما عاديل قال. ووجهة نظر تحترم. لكن الخوف انك انت لما تيجي تحتاج تغييرات في وقت مهم. خاصة ان الماتشاط مضغوطة دلوقتي. وممكن في الخمسة وعشرين. التلاتين دياء. الاخيرة تحتاج ناس. تبقى عندها برضو خبرة. وتقدر توقف الفرقة على رجليها. انت بتعرفش احداث الماتش. هتبقى ماشية ازاي. فوليد ممكن ينزل. يضيف اضافة تانية. لانه بقى اخطر لعيب في النادي الاهلي في الاحتياطة لما بينزل. يعني اخطر لعيب. في الظروف كمان الغيابات الكتيرة اللي في النادي الاهلي. بقى هو اميز واحد بيقدر تقدر انت حاسس بامان لما بينزل الشوت التاني. يعني بيعمل لك تغيير. هيبقى عندك مروان محسن برا. عندك محمود وحيد برا. عندك حمدي فتح برا. حمدي فتح انا ما حطيتوش. لان سولية وباجي هما اللي بالعب بعد طول الفترة اللي فاتت. حمدي فتح لازل راجع من اصابة. لعب الماتش اللي فات من ثلاثة ايام سبعين تمانين دياء. وغالبا انت لما بتلعب ماتش بعد فترة طويلة من الاصابة. بتطلع فيه جهد جميد جدا. ممكن جدا الماتش اللي بعده اللي هو بعد ثلاثة ايام ما تقدرش تطلع كل طقتك. ماشي. فيلعب وقت اقل شوي. بس ده دي وجهة نظري. وباجي طبعا على سنو جاب جون. وياخد فرصة. يعني ياخد فرصة. بتجي تلاتة اللي تحت معلول وقبشة واجاييه وقدام باجي. وشولية واليو ديانج. خلينا نقول ان فيلر دايما متنوع. يعني ما عندوش طريقة سبتة. شفنا من بعد استناف الدوري. ابتدى من برات امبي. لعب اربعة اربعة اتنين. وقت ملاقات كنا بنشوف مرام محسن واجاييه. هما الاتنين المهاجمين. كان على يمين افشة. على الشمال جيرالدو. وكان بيشتغل بنفس الاسرود ده. وكانش بيلعب بحد في القلب. شفنا في مباراة اصوان لعب التلاتة. حمدي فتحي. لعب بديانج. لعب بالسولية. شفنا في مباراة الانتاج الحربي. برضو لعب الشوط الاولاني اربعة اربعة اتنين. وجيه الشوط التاني غير. عشان يقدر يحق التعادل في مباراة الانتاج. لعب اربعة اتنين تلاتة واحد. فخلانا نقول فيلر. دايما متنوع في سلوب اللعب. ما بيعتمدش على طريقة واحدة. حتى في المؤتمر الصحفي. في المباراة بتاعت اصوان. بيكلموه بالاصابات. قال لهم انا كل مباراة باشتغل بها. حسب الادوات المتاحة تحت ايدي. بشوف مين تشكلتي. مين اللي برا المباراة. قدر احطي التشكيلة بتاعتي. فما قدرش اقول لكم التشكيلة بتاعتي من بدري. بشوف الظروف واشوف طريقة اللعبة. هنقول الشناوي. الشناوي طبعا سبات في حراسة المرمى. ما قدرش نتكلم في الشناوي. ما شاء الله بيقدم مستوى سابت. دوره قيادي. داخل فريق. اهم كمان من الفنات. دور عنصر خبرة. واحد يقدر يوجه اللاعبين من آآ من ورا. لعب مباراة اهل وزمالك كتير قبل كده. فعنده خلاص حتة خبرة مباراة اهل وزمالك. احمد فاتحي. باكرايت. كان عنده آآ مباراة اسوان قدم مباراة آآ جيدة. عنده الناحية الدفعية يقدر يقفل في الشاق في الناحية دي بشكل كبير على عبدالشافي. وعبدالشافي كمان عنصر مهم من مفاتيح اللاعب لنادي الزمالك كروسات بتاعته. فيقدر يشتغل النقط دي. وكمان احمد سيد زيزو. او اللي بيجي مسلا بنشارق من المنطقة دي. فيقدر احمد فاتحي يسدي فيه بشكل كويس. طبعا موجود معنا محمد هاني. برضو من عناصر خبرة. فانمتكلم على احمد فاتحي انه يبتدي المباراة. خط الاتنين المسكين. عندين ياسر ابراهيم. وعندين رامي ربيعة. ياسر عنده شخصية المباراة الاهلي. زي ما لكم لعب في مباراة الماتشين اللي فاته. مباراة الصوبر النادي الاهلي فات فيها تلاتة اتنين. والمباراة اللي احنا كمان يعني خسرنا فيها بركلات الجزاء. كان نجم المباراة كان ياسر ابراهيم في الماتشين. رامي ربيعة برضو عنده عنصر خبرة وبنقول برضو ايمن اشرف لا يقلل من ايمن اشرف. ايمن اشرف من العناصر المهمة جدا. لكن احنا بنقول تشكيل افتراضي دلوقتي. في خط للباكليفت علي معلول. وانا ما حبش اطلع علي معلول من الحتة دي. زي ما كابتن نسامة قال. اه وده رأي برضو كان في اوقات من الاوقات وكارتيروم كان مدير فاني النادي الاهلي. وفايلر مدير فاني النادي لاعب علي معلول برضو كان حبه يعمله الجبهة تحت ايمن اشرف علي معلول. بس مش بفايدة علي معلول هو باكليفت علي معلول لما بيشتغل في المساحة الميت متر. بيجي من وراء بيقدر يشتغل عنده الاريحية وعنده السرعة ويقدر يعمل الكروس بتاعه. عكس ما بيكون قدام الوقفة نفسها دايما وقف بضهره. ما بيقدرش يشتغل على جوه كتير. لا. علي معلول عايز المساحة لقدامه. وعايز يقدر يشتغل على الطرف في المساحات الكبيرة. في بخط الظهر عندنا احمد فتحي رامي ربيع ياسر علي معلول. تلاتة في وسط الملعب. تلاتة المسلس. حمد فتحي. ديانج وقدامهم عمر السلية. واقول عمر السلية لا. عمر السلية ممكن يقوم بالدور اللي كان بلعب بيه افشا. عمر السلية. بيقدر يكمل في الناحية الهجومية. يقدر يكون راس حربة تاني. ويكمل. عنده مهارة التزديد. عنده عملية الباص والاسلام. في المساحات الده بيقوم بيها بشكل جيد. والدور الاهم انه ممكن يرجع يبقى عنصر تالت في نص الملعب. اقدر. لو انا حطيت ايدي او سيطرت على منطقة وسط الملعب. اقدر امسك المباراة. دايما مباراة اهلي وزا مالك. اللي بيقدر يسيطر على منطقة نص الملعب. يقدر يسيطر على المباراة ورتم المباراة. ويقدر دايما يكون متحكم في المباراة بشكل كبير. احنا بنقول حمد فتحي وديانج والسلية. الخط الامامي بقى. النهاردة عندي افشا. ناحية اليمين. عندي اجاية مهاجم. وعندي وليد سليمان اقدر استفيد بيه من بداية المباراة. دايما مباراة اهلي وزا مالك محتاجة في بداية التشكيل عناصر الخبرة. طول ما عندك عناصر خبرة موجودة في الملعب تقدر تحسنها. وليد سليمان ما شاء الله يعني لعب ثلاث مباراة مباراة الانتاج على مباراة اصوان على مباراة امبي. شكله كويس. اه اللي اقل بيستعدها بشكل كبير. فما فيش مشكلة لو وليد سليمان نهاردة الداني حتى في المباراة النهاردة ابدأ بيه لو اداني سبعين دقيقة. وعنده خبرة. او ستين دقيقة. ممكن اقدر احسن المباراة بدايتها. ما استناش للنص ساعة الاخيرة او تلت ساعة الاخيرة. لا. عناصر خبرة من الاول. خاصات النهاردة ان انا مفروض. انا اللي عندي المعنوات اكبر. انا اللي عندي السقة. انا اللي متصدر جدول المسابقة. حتى لو عندي غيابات. كان الكابتن شريف يقول دايما النادي لا اهلي. في كل مباراة عنده غيابات. مش السنة دي بس. ده من السنة اللي فاتت كمان. عنده غيابات. وعنده غيابات كتير. وعناصر مهمة. النهاردة لا يقلل من الناس الغيبة. سواء الشيخ او كهربا او متولي او الشحات او الناس الابريكية سعد سمير ومعان حمود ومدر. تكتب تسان داون زينة اتنين سفر. وعنده غيابات. فانت النهاردة تقدر تغير بالشكل ده وليد سليمان واجهيه افش. كمان التلاتة اللي قدام. انت النهاردة مش على الارض. دايما وده لعب. يعني انت حفظت افشة اه ناحية اليمين. افشة اجيه اه 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 وليد سليمان. وواليد وعامر السليه هو اللي يقدر يقوم بدور. اه ايه. يعني يعني اربعة. تلاتة واقع. بس تلاتة. يعمل لك. يعمل لك. يعمل لك عملية ارتداد. ويسيطر عن نصر المال. انت النهاردة كمدير فن لما بيتقسم المباراة. انت بدأت التشكيلة بتاعتك. بعناصر قوة عندك. طب. ببص على الدكة عشان تقدر تقسم المباراة بتاعتك. ممكن تحتاج بدال في الشروط التاني. عندك تقدر تغير شكل اللعب. عندك مروان محسن. وعندك باجي. النهاردة لو نزلت واحد. ممكن تاخد اجيه. تحطه على الطرف برا. يبقى انت كأنك النهاردة بيلعب بدور وليد سليمان او دور افشة. فانت النهاردة ممكن تحط مروان محسن. ممكن النهاردة تطلع اي من اشرف تنزل وتلعبه باكلف تحط عليه معلول. الطريقة اللي كابتن وسامة قالها وتحط عليه معلوله قدام. عندك كمان جيرالدو حسب حالته. عنصر برضو مهم بيلعب تحت ال انا بكلمك على النواحي الهجومية. هو بس الخوف يا سليمان من افشة ناحية اليمين. انه افشة تمالي عايز يسيب الطرف ويخش للعمق. ده انه ما عندوش سرعات. فممكن ما عندوش سرعات على الاطراف. وبعدين وليد سليمان بقى برضو اقرب للعمق. فانا الخوف انه يبقى كلها في العمق. هتبقى في المنطقة اللي هي في قلب الزمالك. لكن الاطراف هتبقى شوية دي نقطة بس. انت افشة لما يلعب هنا مش هيطلع عبدالشافي. خلو عبدالشافي هيفضل عنده ملتزم التزام الدفاع هيفضل واقف. ولا خلي افشة في العمق. وطريق طريق اه حامد. يبقى مشغول بتملي ان هو صانع اللعبة بتاع النادي الاهلي. وخلي طريق حامد اه مش قادر يلعب على بقية الناس. يعني هو مشغول بقى افشة امالي. خلي بارك واحنا بنقول التشكيل. اه. قلنا الاول ان فيلر ما عندوش خطة سبتة. طبعا طبعا. طبعا. ودائما بفاجئنا بكل مباراة حسب ظروفها وحسب حاليته حسب تشكيل. هو فيه سؤال يا كتن اسامة. انت وديت افشة ناحية اليمين علشان تزبط نفس الطريقة اللعب. اه. اللي هو السيستم بتاع فيلر. اه. انت لو لو هو عنده طرق متغيرة. ما كنتش حطيت افشة برا. طب. خلي بالك من دي. اه. فانت حطيت افشة عشان تعدل قرية لعب. بتاع ذيلر. اه. اللي هو مش عاوز يغير سيستمه. لا هو نفس السيستم. ايوة برافو. بس انت بترجع عشان يعني لو عندك حسين الشيحات. موجود حسين الشيحات خلاص. اه كان لو عندك جيلاردو كان اه ما تحطه. كان ممكن تحطه. كهربة فيش غافة يعني. علشان كده انا لما جيت احط. وديت انا يمكن لعبت باجي ليه. علشان احط اجيئ اللي هو متمرز في ناحية الشمال شوية. بيعرف يلعب طرف اجيئ. وبيساعد علي معلول كتير. اه. 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 هي كلها وجات نظر. انا هقول. انا هقول الايمة بتاعتي. بس طبعا فيش وقت ان انا اعلق علي. انا معحاطة الشناوي. اه. ناحية اليمين فاتحي. الاتنين ياسر ايمن اشرف معلول ناحية الشمال. حمدي فاتح على الدايقة. على اليمين ديانج. على الشمال سليا. الاتنين اللي قدامه. الاجيئين ناحية علي معلول. او قدام علي معلول. بتجي قدام. ومحمد هاني. ناحية اليميان على عبد الشهر. اشلت افشا خالص. شلت افشا حطيت اتنين افشا والسليمان انت عامل جابيتين يا بص يا فكرة انا قلت لك ايه لا لا انا قلت لك بس لا لا انا قلت لك بس ما هو قلت لك يتغير مراكس بعد اللعيبة يتغرى طريقة اللعبة هو غير كده طريقة اللعبة ممكن يفكر فيها انه يلعب تلاتة ارتكاز تعرف ويما نوصل لك بس انا انا يعني بصفة عامة وما تشاطل قال له الزمانك عايزة لعيبة مهارية تعرف تمسك الكورة فأفشى من اكتر الناس في فرقة النادي الاهلي مهم اه انا عايزة اعلى على حالة واحدة بيعرب عنده استلام وتسليمه كل الكلام اللي احنا طبعا في النهاية كل الكلام اللي قلناه ده مستر بايلر في النهاية بيسموه ان اعنا بنعمل ان جميع اللعيبة في حالة طبعا وكلهم عندهم في النادي بس التشكيل بقى اللي قاله عليه ايمن ده وداني في حتة بقى الاهلي بما حضر صح انت لقيت احمد فاتح يمين وقدامه محمد عاني ومشاء الله الاهلي بما حضر على النيرف اللي موجود والضغط على فرقة ناتزة مالك بتفقدها جميع الاسريب اللي تقدر تفكر فيه فكل المبارات السابقة اللي احنا لعبناهم ضد ناتزة مالك كنا بنضغط على الزمالك جامد اوه بخاصة في اوه ربع ساعة فما كانش الزمالك بينزب بالاحلام اللي بيلاقيها الملعب مفتوح بالنسباله لا بيلاقي فيه ضغطه فيه وهب تيك جول بيفكت تاني التركيز اكتر بيبتدوا يكلمه بعد بيبتدوا تعصبه بيبتدوا يروح للواقع اللي هو فيه فرق بير اوه بين امكانياته الخبرة بين الفريق ده وبما انك كلمت عن الواقع هيبقى في الاخر الواقع هو القيمة بتاعة ميستر بيرل اللي حيلعبه اهم حاجة من الوراية السابقة كانت في شهر اتنين لشهر تمانية الحمد لله تبنا كبار كتير اهم حاجة ان الوراية تقاف اهم حاجة اه 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 خلينا دلوقتي نطلع تقرير عن الشناو ابو جبل وبعدين نرجع نستقبل خبرنا التحكيمي كابتن ناصر عباس والحديث عن طاقم التحكيم غدا اشتركوا في القناة